اشتركوا في القناة او ما يمثلهم من الدول الاخرى وبالاضافة الى حضور مسؤولين مصريين ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية لتغطية هذا الحدث الاكبر والمهم يأتي افتتاح قاعدة الثالث من يوليو البحرية في اتار الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يوليو هذه الثورة التي غيرت وجه مصر الى الافضل خاصة بعدما حاولت جماعة اختطاف هذه الدولة والقيام باتخال امور ليست على المصريين يعني امور غريبة ربما وليست من طبائع المصريين التحول الى تغيير هوية المجتمع المصري وهذا الامر ربما رفضه المصريون من خلال تباهرات حاشدة خرجت ابان ثورة الثلاثين من يونيو ستبقى هذه الثورة على مفارقة في مسيرة المصريين وفي الحياة المصرية خاصة من خلال اسهامها في احداث اكثر من تغيير مهم على مختلف الجبهات في مصر على صعيد السياسة الخارجية المصرية وايضا على صعيد السياسة الداخلية كان هناك اوضاع ربما قبل ثورة الثلاثين من يونيو هذه الاوضاع كانت قد تأزمت فيما بين مصر والدول العربية او بعض الدول العربية اوضاع مأزومة اخرى في العلاقات مع الدول الاوروبية او ايضا مع دول اخرى افريقية يعني كل هذه الامور وهذا الجمود الذي كانت قد وصلت الى مصر في هذه العلاقات يعني ربما دل على ان هناك كان نوع من الضعف ابان هذه الفترة في الادارة ولكن المصريين تنبهوا لهذا الامر مبكرا ورفضوا هذه المحاولة لتغيير هوية المجتمع المصري الوسطي فكانت ثورة الثلاثين من يونيو وجاء استجابة من القوات المسلحة المصرية لانداءات جموع الشعب المصري وكان هناك بيان الثالث من يونيو والذي دعا جميع وجموع الطوائف السياسية الموجودة في مصر لان يكون هناك اتحاد وتحالف للحديث حول مستقبل مصر في الفترة القادمة اذا كان هذا الامر حريم بنا ان نحتفل ايضا ليس فقط بالثلاثين من يونيو ولكن ايضا اليوم الذي سند فيه الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية مستجيبة لنداء جموع المصريين من خلال يوم الثالث من يوليو من هنا جاءت تسمية هذه القاعدة نظرا لاهمية هذا اليوم في حياة المصريين جميعا فالشعب والجيش يد واحدة دائما والجيش من الشعب والشعب ايضا من الجيش فكانت هذه المساندة التي ادت الى ان يكون هناك يوم مهم وذكرى مهمة لدينا جميعا هي اضافة الى الثالثين من يونيو الثالث من يوليو ايضا وهذه القاعدة سميت بهذا الاسم لتدل على مدى قوة ومتانة العلاقة ايضا بين المصريين وبين القوات المسلحة التي استجابت لنداءاتهم حتى يكون هناك تسخيح لهذا المصار لو تحدثنا بشكل اكثر تفصيلا على العلاقات الدولية الناجحة مع الدول المؤثرة فيما بعد فترة الثلاثين من يونيو ايضا فيما بعد اعتلاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الرئاسة كان هناك تنوية في العلاقات فيما بين مصر والدول الاوروبية المختلفة استطاعت مصر ان تصحح الصورة وان تضع الامور في نصابها الصحيح لدى الدول ربما التي كانت لا تعلم شيئا عما يدور في مصر بشكل الواضح او شكل الصحيح هذه الامور اعادت مصر بشكل تدريجي الى مكانتها والى قوتها من خلال قدرة الادارة المصرية على ابراز وتصحيح هذا المفهوم وهذه الصورة عن مصر في هذه المرحلة اضافة الى تنوع مصادر السلاح ايضا مع مختلف دول الانهتتاح ايضا على مختلف دول العالم الدور التنموية الذي عادت مصر لتقوم به في القارة الافريقية واهتمامها بالاشقاء الافارقة والعمق الافريقي المهم الذي كان له طالما كان له دور مهم والاقادة الافارقة والافارقة بوجه عام في القارة الافريقية يقدرون مصر ويقدرون زعماء مصر منذ فترة جمال عبد الناصر ومنذ مساندة مصر للاشقاء الافارقة في حركات التحرر نذاك اذا كان لثورة الثلاثين من يونيو انعكاسات ايجابية كثيرة كان الاستجابة الجيش والقوات المسلحة لنداءات جموع الشعب المصري حتى يتم تصحيح المصار إنعكاسات أيضا إيجابية في هذا الإطار دعونا نتحدث أيضا مشاهدين الكرام عن أن مصر بتاريخها العريق وأيضا الضارب بجزوره في عمق التاريخ هذا الأمر ربما له أثره المهم يعني هناك أوراق عدة وكبيرة وكثيرة تحكي عن تاريخ مصر والمصريين يعني مجلدات ضخمة تتحدث عن المصريين في مراحل عدة مروا بها خلال هذه السنوات يعني ربما لن يدير في شيء أن يكون هناك ورقة يتم تمزيقها من هذا التاريخ أو أن تكون عبرة لنا فيما بعد كي يكون المصريون على يقظة وحرص دائم وعلى وعي دائم كما هم معهود لهم بهذا الأمر إذن دعونا نتحدث عن أهمية قاعدة الثالث من يوليو البحرية وتوفير الدعم المادي واللوجستي لتجمع قتالي قادر بإذن الله تعالى على مجابهة كافة التحديات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي كذا أيضا السيطرة على ما يسمى بالمناطق الحاكمة في هذا المجال في نطاقها أيضا أهمية هذه القاعدة الموجودة في الغرب تقليل رد الفعل من خلال تحقيق يعني انتشار أفضل للوحدات البحرية بالاتجاه الاستراتيجي الغربي إضافة إلى إحكام السيطرة على الحدود البحرية الغربية والمياه الاقتصادية للدولة بهذه المنطقة وأيضا بهدف حماية المشروعات القومية والاقتصادية للدولة ونحن الآن مشاهدين الكرام في انتظار تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لقاعدة الثالث من يوليو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ايذانا بافتتاحها هذه القاعدة والتي تقع على مسافة سبعين كيلو مترا من مدينة مرسا مطروح تعد أكبر قاعدة عسكرية بحرية تطل على البحر المتوسط في منطقة جرقوب قرب الحدود الليبية هذه القاعدة والتي تعد القاعدة الأكبر والأهم في هذه المنطقة المنطقة الغربية العسكرية تمثل ويتمثل البعد الستراتيجي لها لهذه القاعدة قاعدة جرقوب في تأمين المناطق الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط مع حدود دولة ليبيا يأتي بناء هذه القاعد بشكل عام في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية فهذه القاعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاقة للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين المتوسط والأحمر لمجابهة التحديات والتهديدات الموجودة حاليا في المنطقة ومن ضمنها حماية المصالحي الاقتصادية المصرية وحماية وتأمين خطوط الملاحة العالمية ودور مصر في حماية الملاحة في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط مشاهدين الكرام قاعدة الثالث من يوليو تكتسب أهمية ويقاعدة البحرية بالطبع تكتسب أهمية كبرى من ناحية توفير الدعم المالي واللوجستي لتجمع قتالي لمجابهة كافة التدحديات على الاتجاه الاستراتيجي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر والفرقطات متعددة المهام من طراز فراما الجلالة وبرنيس ولم تتوانى القوات البحرية عن بذل أقصى جهود لها لحماية مقدرات الأمة بتأمين المجال البحري المصري وبلغت القدرات مداها بإنشاء المزيد من القواعد البحرية ومنها قاعدة برنيس البحرية هكذا توالى بناء قواعد المجد العسكري المصري وأنا الأوان لكي تكتمل ببناء قاعدة جديدة هي قاعدة الثالث من يوليو البحرية بمنطقة جرجوب إحدى أهم نقاط الارتكاز لإنجاز المهام القتالية للأسطول الشمالي المصري لمجابهة التحديات الأمنية وحماية ثروات مصر الطبيعية على امتداد مياهنا الإقليمية للبحر الأبيض المتوسط إذن هو نطاق هائل يمتد على مساحة تفوق لعشرة ملايين متر مربع موقع جورافي فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحد الشمالية ونقطة انطلاق هي الأكثر قربا لدرء أي مخاطرة محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط إذن هي قاعدة عسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد العسكرية العالمية وهكذا تنوعت مكونات قاعدة الثالث من يوليو لتشمل 74 منشآة وتضم العديد من الوحدات القتالية ومركزا للعمليات وآخر للتدريبات المشتركة هذا بالإضافة إلى مهضة للطائرات وملحكم به قاعة لاستقبال كبار القاعدة قاعة لاستقبال كبار الزوار وسبعة ميادين للتدريب فضلا عن رصيف حربي بطولي ألف متر وعمق أربعة عشر مترا وعدد من الأرصفة التجارية بطولي ألفين ومائتي متر وعمق سبعة عشر مترا كما تضم القاعدة برجا لمراقبة الميناء بارتفاع تسعة وعشرين مترا وحاجزين الأمواج بطولي ثلاثة آلاف وستمائة وخمسين مترا فضف إلى المجمعات السكنية وأماكن مبيت الضباط ومباني أخرى منها المباني الطبية أيضا وقاعة المؤتمرات والمنشآت والصلاة الرياضية المؤطرة والمسرح المكشوف بالإضافة إلى قاعة احتفالات ومبنى خدمات نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية وثروتها بالبحر الأبيض المتوسط ويتوج العطاء برفع العلم المصري شامخا على 47 قطعة بحرية إيذانا بدخولها الخدمة في قوتنا البحرية إذن دفاع هو الأمثل عن أمن مصر برا وبحرا وجوا في قاعدة الثالث من يوليو البحرية مشاهدين الكرام بالحديث عن لماذا تحتاج الدولة المصرية إلى قوات بحرية قادرة بإذن الله وذلك للأسباب الآتية تتميز مصر بموقع جغرافي ثريد وسط مسارات التجارة البحرية العالمية والنقاط الحاكمة إذن تشابك وكثافة للمسارات العالمية في الملاحة والتجارة البحرية أهمية البحار بالنسبة لمصر فمصر دولة بحرية من الدرجة الأولى ثروات اقتصادية في باطن البحر إضافة إلى ثروات السمكية والغاز والأحجار الكريمة والثروات الاقتصادية التابعة الطبيعية أضافة أيضا إلى كابلات المعلومات أو الانترنت كل هذه الأمور تحتاج إلى يد تحميها وتدافع عنها من هنا أنشأت قاعدة الثالث من يوليو البحرية هذه القاعدة العسكرية المهمة قناة السويس أيضا هي واحدة من أهم الممرات الحاكمة كممر مائي عالمي وبرزت أهميتها بعد أزمة السفينة أبر جبن حيث لم تتأثر الحركة بعد هذه الأزمة نظرا لا تضافر الجهود وتكاتفها والتي استطاعت بأياد مصرية وبأداء راق لرجال الهيئة قناة السويس وتخطيط بكل حرفية واقتدار من أجل تعويم هذه السفينة وبالطبع كان هناك تعاون مع قواتنا البحرية بشكل كبير وواضح تمتلك مصر 42 ميناء تخصصي ومئة هدف حيوي فالبحر يعد أداة للدخل القومي لذا يحتاج إلى حماية وقدرات بحرية قادرة على الردع في أي وقت من الأوقات ولكل من تسوي له نفسه المساس بأمن مصر القومي بالإضافة إلى اتجاه مصر أيضا لأن تكون مركزا إقليمية للطاقة خاصة بعد تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمية مقرها القاهرة لتراهن بذلك مصر على موقعها الجغرافية وعلى اكتشافاتها الأخيرة في البحر المتوسط لتصبح مصر لاعبا أساسيا في سوق الغاز تمهيدا لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة تتجه مصر أيضا نحو الطاقة النظيفة والهايدروجين الأخضر والتخلص من الوقود الإحفوري أو الإحفوري والخام حتى لا تتأثر صحة المواطنين ومن المنتظر أن تكون مصر مركزا لطاقة الهايدروجين الأخضر فهي الطريقة الأكثر انتشارا في الوقت الحالي لإنتاج الوقود الهايدروجيني بإصلاح الغاز الطبيعي أو إصلاح البخار وهي عملية كيميائية تخضع لها الهايدروكربونات الطبيعية الموجودة في أنواع الوقود الإحفوري مثل الغاز الطبيعي مشاهدين الكرام نحن الآن في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى منصة الاحتفال إذن بافتتاح قاعدة الثالث من يوليو البحرية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وضيوف مصر الكرام اشتركوا في القناة 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 انها مصر اشتركوا في القناة 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 وفي وقت قياسي السيد الرئيس الحضور الكريم لقد كانت تحدي كبيرا وكانت المتابعة الدقيقة والمستمرة حافزا وداعما لنا وكان عامل الوقت والدقة والجودة وحسن استخدام الموارد عنصرا حاكما في تطبيق خطة التنمية الشاملة لقوات البحرية والتي شهدنا سمارها الملموسة في خمس قواعد بحرية جديدة ووحدات بحرية ذات نوعية قتالية متميزة من حيث الطرازات والقدرات لتنفيذ المهام العملياتية المختلفة كحاملات المروحيات والفرقطات والغواصات واللوشات بتعدد مهامها القتالية هذا مع الحرص على نقل التكنولوجيا والخبرة وتوتين الصناعات البحرية وهنا نحن اليوم نرى نموذج لتلك الخطة نمثل في رفع العلم المصري الشريف على 47 وحدة بحرية جديدة تضيف لقدراتنا في جميع الاتجاهات الاستراتيجية اضافة قوية ليس فقط في الكم والاهم في النوع حيث تضم اثنين فرقات مصرية الصناع غواصة 10 لانش مرور ساحلي بعيد المدى 4 لانش مرور ساحلي 28 متر 28 رب قتالي مدرع للقوات الخاصة لانش قاطرة وسنشاهد استخدامها اليوم في اطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة قادر 2021 واليوم تنضم الى سلسلة الانجازات المحققة اكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 مليون متر مربع التي والتي بالاضافة لموقعها جيوستراتيجي تعتبر اضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط مما يعكس وبجلاء ووضوح التزام الدولة المصرية بتأمين قناة السويس وتحقيق الامن البحري والمحافظة على حرية الملاحة الدولية ومنع الهجرة الغير شرعية اضافة الى تأمين مقدرات مصر الاقتصادية بالبحر في منطقة من اهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم مما يتيح كما تتيح القدرات الزيتية للقاعدة القيام بكافة المهام العملياتية والتدريبية والليجستية اضافة الى تنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة سيد الرئيس لقد تحقق لنا كثير في زمن قياسي وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله تعالى ليس النهاية ولكنه نقطة انطلاق جديدة نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية بغرض تعزيز امن مصر البحري واقتصادها الازرق نعاهد الله والوطن وسياداتكم على استمرار مسيرة التقدم والتنمية التي بدأتموها وان نحافظ على ما قدمه لنا الوطن من جهد ودعم وامكانيات لنرد جميل ونصهر على حمايته ونصون مصالحه متمسكين بالإيمان بالله وحب الوطن معتزين بالانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية العريقة حفظ الله مصر أبية كريمة حفظ الله قوتنا المسلحة الباسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتسمحوا لي سيادة الرئيس بان اتقدم بهدية رمزية لسياداتكم في هذه المناسبة الكريمة احيانا تأتي الرياح بما تشتهي السفن لكن على السفن ألا تأمن غضبة الرياح ورياح جيش مصر رياح رشيدة لا تثور ولا تنتفض إلا إذا تعلق الأمر بالأمن القومي المصري والعربي فإنها تتحول إلى أعاصير لا تبقي ولا تظر ورجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيداً طبيعة مهامهم في الحفاظ على هيبة وكرامة هذه الأمة ويقولون لشعبهم إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها الحضور الكريم قائد قعد الثلاثة يوليو البحرية وقادة الوحدات المنضمة حديثاً يتقدمون لاستلام أعلام وحداتهم البحرية من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إذاناً بدخولها الخدمة ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة المترجم للقناة سيادة الرئيس أن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي مصر جيدا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وسعي مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات لكننا في الوقت ذاته إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله ودروس التاريخ تؤكد للقاسي والداني أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا أن تفرط في حق من حقوقها ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع أمتها العربية رأسها إلى عنان السماء وكما يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي مع رماني رام وراح سليما من قديمي عناية الله جندي كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة تعدي أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يكدر وردي لا والله لن يكدر وردي يتفضل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوقيع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية ورفع العلم عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقوم الآن السيد الرئيس بتوقيع الوثيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 جهاز فلير كاميرا بتنحرك الطيارة اللي هي تتصور لهالي وليلي كاميرا حرارية ماذا الطيارة يا فندم تبتيك إيميتين من 30 ميل طيب رشاف ان الأجنحة عندك بتنضم هنا عشان نقدر نتحرك عشان دخولها يا فندم أثناء إجراءات دخول الطيارة يا فندم للهنجر بتتم نضم الأجنحة وتثبيت الطيارة بمثبتات إن سابتك كما تعلم المركب يليها ضرفلة يعني هنا الفتعة بتشيل عدد اتنين طيارة يا فندم الفرينم يا فندم البرجاميني سابتك بتشيل في هنجر جانب يمين طيارة AW101 أجوستا ودي طيارة نقل يا فندم بيوصل عدد ركابها ل16 راكب وهنجر جانب أيسل اللي هو الأصغر اللي ياخد الطيارة الـ NH-90 وهي طيارة مكسحة بواسط وديها فندم طيارة كبيرة إن سطح الطيارة هنا أعطبت أكبر سطح الطيارة لفرقاطة في العالم شكريين شكريين فتصور بقى شكريين تصور يا شباب فضل شكريين 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 اشتركوا في القناة 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 هذه الجامعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبلغت الفرقات الفرقات وبلغت القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قاعة صالة واليوم دفاع اشتركوا في القناة هذه القناة على مختلف وتوسط اشتركوا في القناة الاسبق مصر من منطقة اشتركوا في القناة عدد يؤمن وهي وتطوير منطقوا في القناة في القناة دفاع حقيقة اشتركوا في القناة التدريبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضيف نضيف لها قاعة 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 قواعد بحرية موجودة على ساحل البحر المتوسط طب تدينا مؤشر لإيه دي يا هبة نعم أن الأهمية بالنسبة للبحر المتوسط بالنسبة لأمن مصر للوقت ازدادت ولا ما ازدادتش طبعا ازدادت نتيجة مقدراتنا الاقتصادية وثرواتنا الطبعية بالضبط نتيجة من عبد أصبح لدينا مقدرات مرتبطة بالبعض الاقتصادي لمصر الذي سيعود بالخير على مصر فلابد من الحفاظ على هذه الثروات بإيجاد القوة التي تحميها سواء كان في شرق المتوسط أو في غرب المتوسط فمن هنا بقول الحقيقة في الجزئية دي الإنجاز في القهد المعضة ده شيء عظيم يعني بقولك نفتخر بك كمصري عدد من القطع البحرية 47 قطع بحرية انضمت إلى الأسطول البحري المصري وأيضا هذا بيقضنا إلى سياسة التصنيع المحلي للقطع البحرية لأن هناك قطع بحرية بتتم بالتعاون مع الكثير من الدول الصديقة تصنيعها داخل الترسانة البحرية الترسانة البحرية في اسكندرية لا هو إحنا اتفقنا أن الموضوع منظومة متكاملة خلاص ليس فقط صراح وليس فقط بناء قاعدة لكن لا ده هي منظومة هدفها في النهاية كيف تعتمد مصر على قدرتها الذاتية بالدرجة الأولى قد يكون هناك تعاون مع أطراف أخرى قد يكون هناك استيراض بعض الأمور من جهات أخرى خارجية ولكن الأساس أن تكون مصر لديها القدرة بدرجة عالية جدا على الاعتمادية على النفس وعلى الذات فمن ضمنها كانت تطلبات تطوير بقى الانتاج الحربي في أوجوه المختلفة سواء المبرية أو الجوية أو البحرية وعشان كده نلاقي أن فيه حتى في إطار هذا العمل اللي بيتم وهذه المنظومة شوفي النهاردة فيه تطور كبير في الانتاج الحربي وتطور كبير في هيئة التصنيع لإيجاد درجة احتمادية أكبر على الاحتماد على النفس فيه الكثير من الموضوعات المرتبطة بالنواحي العسكرية والتسليح قاعدة رئيسية في الحفاظ على الأمن القوم المصري والعربي أكيد شكل التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع دول الصديقة والمشتركة سواء بيتمثل في المنورات أو حتى في تبادل الخبرات من خلال تدريبات مستمرة على مدار العام لأن النهاردة كمان هيكون لنا متابعة مع سيد رئيس عبد الفتاح السيسي من قاعدة السلس من يوليو في منطقة جرجوم مع المنورة التعبوية قادر حضرتك بقول إيه في الجزئية دي لو نسأل نفسنا سؤال عكسي بقى هو في حد يحب يعمل تدريب مشترك مع طرف ليس على مستوى راقي بالتأكيد لا يعني ما فيش أي طرف آخر يلجأ إلى أنه يعمل تدريبات مشتركة مع الطرف الآخر إلا إذا كان يجد أن هذا الطرف الآخر وصل إلى مستوى راقي جدا بحيث يجعل من هذا التدريب المشترك استفادة مشتركة للطرفين يكتسب من خلاله الخبرات والرؤى في أمور كثيرة دي تدينا مؤشر أن احنا فعلا بأمانة كده أن احنا وصلنا إلى مستوى راقي جدا أصلا التدريبات المشتركة دي على فكرة هي أعلى مستوى التدريب يعني التدريب يتدرج من تدريب فردي إلى جماعي إلى مشترك ثم في الآخر خالصة مناصر إلى المناورات والتدريبات المشتركة دي بتبقى أرقى مستوى التدريب في المنظومة العسكرية وبالتالي لما أجد النهاردة نقول إيه حشرات الدول الأوروبية يعني نأخذ على سبيل مثلا نقول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليونان وأبرس وأسبانيا وروسيا الخوطين الكبار في العالم عسكريا الولايات المتحدة بروسيا لو صلنا باكستان في آسيا لو صلنا مجموعة الدول العربية بعض الدول الإفريقية حجم من التدريبات المشتركة تنوع للخبرات تنوع في الخبرات الحقيقة نقول إيه ونظم التسليح كمان بتختلف لا أنا بهميني فيها نقطة مهمة الأطراف مفيش طرف هيحب يحمل تدريب مشترك مع الطرف الآخر إلا إذا كان حاسس أن هذا الطرف الآخر على مستوى عالي جدا من التدريب بحيث هيستفيد لازم أفيد وأستفيد في الخبرات المتبادلة دي بتديني مؤشر أن احنا الحمد لله وصلنا إلى مستوى عالي جدا وراقي جدا في التدريبات بحيث كل هذه الأطراف يعني بتبقى سعيدة عندما تجد نوعنا التدريبات مع القوات المصرية فده برضو مؤشر بيدينا إحساس بالثقة بالنفس وأن احنا وصلنا إلى مستوى الكفاءة العالية جدا حتى في التدريبات المشتركة قوات المسالحة المصرية سيادة لواء لا تتوقف فقط عن حماية الوطن أو مقدراته لكن أيضا لها اليد الأخرى التي تشارك في التنمية وفي التعمير وفي البناء داخل الوطن المصري حضرتك شايف الدور اللي بتقوم بيه القوات المسالحة بالشكل الشامل ده زي على فكرة دي جينات في المصريين يعني بقول كده من قديم الزمان على فكرة في المصريين الخدماء كنا نجد أن الجيش المصري لما بيبقى قوي في الفترات اللي كانت فيها مصر قوية كان لا يقتصر عمله يهبه على الدفاع عن حدود البلد وتأمنها ورضع أي أطراف أخرى تهدد مصر اليد الأخرى زي ما حضرتك تفضلت كده كان بيساهم أيضا في بناء مصر داخلية نعم بإقامة السدود والطرع والمباني وهو خلافه أنها موجودة عندنا في الجينات أن المصري الذي يعمل في القوات المسلحة يشعر دائما أن لديه مسؤوليتين مسؤولية تجاه الأطراف الأخرى التي تهدد مصر وكيف يحافظ على أرض مصر المسؤولية التانية كيف يسعى جاهدا بكل ما لديه مإمكانيات لجعل بلده داخليا تتطور وتنمو وتبقى مزدهرة في أوجه الحياة المعيشية لأفراد الشعب فالحياة اللي هيقول إحنا بنده المسأل دا شوفوا المسأل دا المهاردة اللي بتقال كان من ألاف السنين على مر العصور على مر العصور موجود حتى هذه اللحظة بل يمكن تجسد بقى في هذه اللحظة بحيث أصبح حجم الإنجاز اللي بيتم سواء عسكريا زي ما احنا بنتكلم كده حجم الإنجاز العسكري دا عظيم في عدد من السنوات تتعدى على أصابع اليد في نفس الوقت بقى شوفوا حجم الإنجاز اللي بيتم على أرض مصر في كل أرجاء مصر دا في عدد من السنوات ورضو 4-5 سنين ايه دا ايه اللي بيتم ايه العظمة دي شوفوا احنا لما بنحب نعمل لازم نبقى كده فاهم أما بنحب نعمل وبنبقى مخلصين ويبقى ما فيش حد زينا إرادة وإصرار قوة الإرادة والإصرار على النجاح وإن بل دي بلدنا ما بقول لكم كده صحيح معلش في بعض اللقاءات عايزين تشوفوا الإنسان المصري شوفوا الجند المصري شوفوا حضرتك الجند المصري دا الشاب المصري دا اللي لسه قبل ما انضمه للجيش بعشر ايام وروح يشوفيه حضرتك بعد ما بينضمه للجيش بعشر ايام بعد ما بينضمه للجيش بعشر ايام المكنون اللي بيحتفظ به داخله بعظمة المصري بيطلع كله الانتماء والولاء كل المكنون اللي بيحبه بجعنا نتحدث عن العقيدة المصرية عقيدة الجيش المصري ما يعني الجيش المصري بأنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد الجيش المصري من الكل وللكل وليس له هدف سوى انه كيف يحافظ على بلده لا ينتمي الى اي طرف من الكل من كل ابناء الشعب المصري ولكل ابناء الشعب المصري وفي نفس الوقت الجيش المصري ليس له انتماءات سوى الهدفين اللي احنا اتكلمنا عليهم الهدف الاول حماية الوطن والدفاع من حدوده ورد اي معتدي ان امرت اتنين كيف يساهم باقصى ما لديه في تطوير الداخل في داخل بلده لكي يجعل بلده معركة البناء معركة البناء اي ان معركة الدفاع ومعركة البناء الاتنين موجودين دول في الدم بأمانة كده وبعدين الواحد زي ما بقول كده الواحد اللي بيشافه الحقيقة على مدى السنين طويلة مش مكرد يعني ممكن انا بتحدث مع حضرتك بلغة الواقع اللي الواحد عاشه اكتر من اللغة الاكاديمية يعني فبقول الحقيقة شيء عظيم احنا كجيل الرواد الحقيقة بقول سعداء جدا سعداء جدا بما يتم على ارض مصر لان انت عارف حضرتك بقول بيبقى الانسان سعيد عندما يجد ان جيل الابناء بيتفوق يعني الانسان ما بيحبش وبيتطور وبيتطور يعني نظم حديثة تكنولوجيات وبيبدأ من حيث انتهى الاخرون بحيث يعني ما يتم على من انجازات كلها بتتم زي ما بقوله كده احدث هل التطور فرض نفسه بتطور التحديات لا هو تسمحيني انا احنا كمصريين القائد بيبقى لي دور كبير اوي مهم في حياتنا منذ المصريين الخدماء فبيبقى مهم اوي ان يكون هناك رؤى للمستقبل عندما تتواجد الرؤى للمستقبل ثم توضع الاهداف ويتم الاصرار على تحقيقها وانجحها والكل بيتعاون زي ما نقول كده الكل بييد واحدة بنعمل ما لا يستطيع احدا يفعله الهي فبقول هذه الجزئية يعني طالما ان هناك في رؤية في تخطيط في اصرار في نجاح الكل بيعمل في نوع من التعاون الوثيق لتحقيق هذا النجاح بيتم الانجاز اللي احنا بنشوفه النهاردة على ارض الواقع مرة اخرى قاعدة السالس من يوليو هذه القاعدة المنضمة حديثا الى القوات المسلحة المصرية منذ قليل افتتحها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي ورفع العلم المصري عليها كان بحضور لضيوف مصر الكرام اذا رسائل تطلقها مصر ومن ارض مصر ليس فقط للامن القومي المصري وحمايته ولكن ايضا للامن القومي العرب لان فيه ارتباط وصيق ما بين الامن المصري والامن العربي ومن هنا بنجد ان مصر دائما بتصر على انها في كل موقفة على فكرة على مرة للتاريخ ايضا ان هناك ارتباط وصيق ما بين الامن المصري والامن العربي ومن هنا مصر دائما بتسعى الى ان دائرة الامن المصري والدائرة الامن العربي تبقى كأنها دائرة واحدة تؤثر كل منهم على الاخرى وبالتالي بقول يعني انشوفي حضرتك حجم التعاون وحجم التدريبات المشتركة اللي بتتم مع الاشقاء العرب هنجد انها بصفة شبه دائما دورية صحيح دائما تسعى الى ان كيف نجد نوع من التجاذب والتناغم في ان كلنا كيف نشعر بخطورة التحديات التي تواجهنا خلال هذه المرحلة نعم الهجرة غير المشروع من القضايا الشائكة ولا تهم مصر فقط لكن ايضا تهم دول بحر المتوسط بشكل عام مصر قطعت شوطا كبيرا في هذه القضية واستطعت ان تحجمها على حدودنا البحرية والاراضي المصرية لا يوجد هجرة غير مشروعة من الاراضي المصرية كذا سنة ما تشافش قارب واحد يعني بقى ان عدد من السنين الحقيقة نجاح كبير او ان ما فيش قارب واحدة في عملية الهجرة غير الشرعية خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول فده طبعا انجاز من الانجازات العظيمة اللي بتتم من جانب القوات المصلحة وخاصة القوات البحرية بتتعاون مع قوات حرص الحدود في عملية منع الهجرة الغير شرعية من خلال البحر المتوسط الى الدول الاوروبية نعم سيادة اللواء قاعدة السالس من يوليو هذه القاعدة العسكرية الجديدة وايضا عدد من القطع البحرية التي انضمت الى القوات البحرية المصرية حضرتك شايف ازاي مدى التناغم بين منظومة العسكرية المصرية بشكل عام سواء بأسلحتها او أفروحها المختلفة برا وبحرا وجوا حضرتك اجابتي قلت بكلمة اصبحت منظومة يعني هي اصبحت منظومة نهار الله القوات المسلحة المصرية وماذا النجاح بيخاص بكل افراغها بانتظامها وتكاملها مع بعضها بكل افراغ انت حضرتك نقول ايه هو من اسبوع مش كان فيك تماما عمله الرئيس مع قادة القوات المسلحة كان هدف ايه التحديث والتطوير نعم يعني عشاء شوف رغم كل ما تم خلال الفترة الماضية اللي ان الهدف ما زال ايه قائم دي منهجية الحقيقة تنتهجها القوات المسلحة المصرية وحديكم مثل كده بسيط الحقيقة بتذكر المشير تنتظر ربنا يديله الصحة عندما كان يتولى احد مننا المسئولية مسئولية كبيرة يعني في احد الاسلحة كان يقول له مبروك عليك المسئولية شوف احنا سلمناك المسئولية دي شكلها ايه وشوف هنستلمها منك شكلها ايه يعني سمة التطوير في القوات المسلحة اصبحت منهجية دائمة مستمرة ان ما وصلنا اليه في الاحسن والاحسن والاحسن فبصفة مستمرة عملية التطوير والتحديث في القوات المسلحة الحقيقة بتتم بحيث اصبح شيء طبيعي النقطة التانية اللي حضرتك قلتها ودي جوهرية ودي يمكن معلومة بوصلها للسادة المشاهدين بقول ايه الفرق ما بين كان بالنسبة لنا احنا في جيلنا ما بين ما تم في عدوان خمسة عين وسبعة وستين وملحمة اكتوبر ثلاثة وصربيل العظيمة ايه الفرق هل كان فيه جيش جديد ولا نفس الجيش نفس الجيش الفرق ايه الاجابة اللي حضرتك تلطيها دي دلوقتي احنا كنا تقريبا ده تحليل حضرتي الشخص يعني بقول انه كنا في سبعة وستين كنا كلهم بيعمل منفرد البحرية عزة الشغل وحدها الطيران بيشغل وحدها مشغل الفرط الخاصة الشغل وهكذا يعني لما كانت اتعامل هدف مشترك والكل يشارك لتحقيق هدف واحد كمنظومة تم النجاح في اكتوبر ثلاثة وصربيل فمن هذا الدرس الحقيقة واصبح تدرس حتى يومنا اصبح دين يومنا هذا يعني نجاح العسكرية المصرية في حل اكتوبر نجاح في ايجاد لا ايجاد منظومة الاداء الاسلحة المشتركة لتحقيق الهدف وهو حماية مصر وتأمين مصر ضد اي تهديدات او عدائيات فاصبح اسلوب العمل النهار كيف يوجد التوازن ما بين الافرة الرئيسية كلها مع بعضها البعض وفي نفس الوقت كيف يبقى الاول كيف نوجد التوازن بحيث يبقى الكل على مستوى من القدرات العالية على كفاءة عالية وفي نفس الوقت كيف نوجد بقى من هذه الكفاءات منظومة اداء مشتركة تحقق الهدف المطلوب على مستوى الاخوات المصلحة المصرية فاصبحت منظومة العمل المشترك الحقيق تلاقي شوفي الوحبي بسعيد لما تجي دي المناورات العسكرية اللي بتتم اه كيفية مشتركة بقى القوات البرية مع القوات الخاصة مع الاسلحة المختلفة اللي بتتم مع قوات الدفاع الجوي مع القوات الجوية مع القوات البحرية كل ده بيتم فيه منظومة اداء مشتركة في النهاية تحقق الاهداف المطلوبة من مثل هذا العمل العسكري على التهديدات طبعا المتوقعة على كافة الاسعيد يعني من البداية انت بتتوقعي ايه اللي ممكن يحتمل ان يعدس وبنانا عليه بيتم بقى التدريب المشترك ده بحيث حتى بيوصل رسالة للطرف الاخر على فكرة لما بيشوفوا الكلام ده يعني بيوصلهم رسالة بيقول الله ما تفكروش بقى اللي انت بتفكروا فيه ده مش هينفع لو تفكرتوا فيه حقيقة هتشوفوا انه نقول ايه لا يعني ما لا يحمد عقبا لو فكرتوا في مثل هذه العدائيات او العمل الادونية اللي انتوا بتفكروا فيه فبقول منظومة منظومة اداء بتتم بشكل متناقل هل بتختلف القواعد البحرية حسب الموقع الموضوعة فيه او منشأ فيه القاعدة يعني قاعدة بيرنيس في الجنوب على البحر الاحمر هل بتختلف استراتيجية القاعدة والمهام المنوطة بيها عن قاعدة تتواجد على ضفاف البحر المتوسط برضو التساؤل ده كويس الحقيقة بقول ايه برضو اللي اول مرة في القوات المسلحة المصرية وفي القوات البحرية بصفة خاصة انه تم تشكيل اسطولين اسطول بيعمل اسطول بحري بيعمل لصالح البحر المتوسط واسطول بحري بيعمل لصالح البحر الاحمر وتأمين قناة السويس ده ما كانش موجود كنا بنحرك بقى الاسطول طبق المتطلبات الموقف من المتوسط للأحمر أو من الأحمر المتوسط طبق للمجريات والأحداث اللي بتتم النهار ده بقى اصبح فيه رؤية واضحة محددة اسطول بشكل ما بتسليح ما بإمكانيات ما وله قاعد محمول على أحدث مستوى في برنيس يبقى هو ده مسؤوليته حماية وتأمين منطقة البحر الأحمر والأهداف الاقتصادية اللي فيها وتأمين المجرى الملاح وخلاف وكذلك بقى في البحر المتوسط أصبح هناك اسطول بحري في البحر المتوسط قادر على حماية وتأمين السواحل وفي نفس الوقت حماية الأهداف الاقتصادية وردها أي طرف يحاول الاعتداء في هذا الاتجاه دي الحقيقة منظومة جديدة لم تكن موجودة من قبل فبقول في الحال الجزئية دي برضو دي إضافة جديدة في القدرات المصرية العسكرية في تقييم الجيش المصري نعم مشروعات قومية عدة على الأراضي المصرية المزيد والمزيد من الإنجازات والخطوات التي تمت فعليا سواء من مؤسسات الدولة المختلفة أو أيضا بالاشتراك طبعا مع القوات المسلحة المصرية محطة الضبع النووية وهذا القرب المكاني والجغرافي أيضا من قاعدة محمد نجيب محمد نجيب وأيضا القاعدة البحرية قاعدة السلس من يوليو وقاعدة الأسكندرية البحرية حضرتك شايف إزاي نقدر نحمي المقدرات والمشروعات القومية وعجلة الإنجاز التي تتم على الأرض دون المساس بها أو دون أن يفكر أحد المساس بها سواء في الداخل أو في الخارج ما دي بقول لحضرتك احنا اتفاني أنا في الأول إيه الرؤية المستقبلي أنت النعام ده حيبقى الغرب المصري ده الساحل الغرب المصري ده حيبقى الحقيقة فيه منظور تنموي استراتيجي جديد لإيجاد طفرة جديدة بتتم تنموية بكل أبعادها في هذا الاتجاه طيب هذا الاتجاه مش لازم نحميه فالحقيقة مع التوازي في عملية الإنشاءات اللي بتتم التنموية بكل أبعادها بقى الزراعية سواء في الدلتة الجديدة أو في المدن الجديدة أو في العالمين أو في الضبعة أو خلافه ده هناك انطلاق لمنظور تنموي متعدد الأبعاد في هذه المنطقة إذن لابد من أن يكون هناك في نفس المنطقة اللي أصبحت منطقة وعيدة لمستقبل مصر واقتصاد مصر أن يتم حمايتها بحجم من القوات المسلحة وجودها بيساهم الحقيقة في إيجاد الأمن والاستقرار في تطوير هذه المنظومة التنموية نعم مدى التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وإلى أي مدى هذا التكاتف وهذا الالتفاف هاعترض عليك هاعترض عليك خلينا نقول الانسهار هاعترض بيضيف نجاح للإنجازات القومية هسألك معلش مين الجيش المصري هم من المصريين هم المصريين أه بقول مهما السؤال خلينا نقول انسهار أه لا أنا بقول مش انسهار بس أنا أصل الحتة دي بعترض عليها دايما على فكرة لما بسأل نفسي معه مين الجيش المصري انت بتخدي حضرة الجزء من أبناء مصر جزء يمثلوا الكل يعني مش فئة معينة ولا أمر فئة يمثلوا الكل بتخديهم من الشعب وتحمليهم مسئولية الدفاع عن بلدهم اللي فترة بيقدوا دورهم ويخلصوا دورهم ويطلعوا وتخدي مجموعة تانية وكذا أي أن الجيش جزء من الشعب المصري ما فيش انفصال جزء من جزء من الكل ويعمل لصالح الكل الكلمة دي اللي لازم كلنا لنبقى إيه هطلنا دايما قدام عنين طيب شهداء القوات المسلحة المصرية لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الإنجاز العسكري الجديد لمنظومة العسكرية المصرية أو التسليح المصري بكل الإمكانات دون أن نرفع قبع من التحية لشهداء مصر الذين بذلوا الكثير من أجل حماية طراب هذا الوطن أكيد حضرتك دايما نقول إيه النجاح والتطور وإن البلد عشان تبقى قوية وقادرة وتنعم بحياة كريمة نعم بتطلب حاجتين بصفة مستمرة العرق والجهد عشان نبني وفي نفس الوقت شجرة البنى دي بتحتاج تطبحة التطحيات اللي بتدم اللي لازم بتتم بصالح الحفاظ على نمو هذه الشجرة أو هذه البلد يعني فبقول أن التطحيات دي موجودة على مر طريق مصر برضو أبناء مصر ويمكن عندما نتذكر السنوات الأخيرة في التاريخ المعاصر لينا أن الشهداء في الفترة الأخيرة دي يمكن تعدى المئة ألف شهيد من أيام الحروب اللي تمت مع الجانب الإسرائيلي ده دول اللي بيخلونا معلش بقول إيه إحنا النهاردة بنعيش الحياة اللي فيها الاستقرار دي مين اللي دفع التمن أي مين اللي دفع التمن اللي خلينا نعيش في الأمن والاستقرار ده بس أقولك حاجة دول بيبقى ليهم تكريم كبير من الخلق سبحانه وتعالى في دنياهم وفي أخراهم لأن في دنياهم أحياء عند ربهم يرزق في دنياهم بيحملوا الشرف والعزة والكرامة والتقدير والاحترام من الكل وفي أخراهم الخلق سبحانه وتعالى بيقدرهم أعلى تقدير في مصف يمكن الأنبياء في تكرمهم فبقول دول النموذج القدوة والمسل القدوة والنموذج اللي بيدوهلنا من آن إلى آخر ولكن هتجدي مثلا عشان نخلص للجزئية دي نجد كلمتين دايما بنقولهم في القوات المصلحة النصر أو الشهادة نعم يعني نشوفي في الآخر نقول ليه يا إما النصر يا إما الشهادة إما نؤدي اللي علينا وننجح ونحافظ على بلدنا إما نستشهد لأنها في النهاية تسوي الكرام أيوة نستشهد في سبيل إن إحنا كيف نحافظ على بلدنا فدول الأوظماء الذي لا ينساهم التاريخ نعم العوظماء وعي الشعب المصري إلى أي مدى تعول عليه في إبناء في أيضا نجاح المنظومة المتكملة إلى داخل المصر بشكل عام سواء فيما يتم من إنجاز أو فيما يدركه من حماية لأمنه القومي لأن الأمن القومي ده مفهوم كبير وشامل ويجب أن يعيه المواطن حتى البسيط هو حدخل حقيقة في المدخلين المدخل الأول عشان نبسط الأمن القومي عشان يبقى زي ما عدرك بتقولي كده إيه ما يبقاش متشعب أو بحيث القدر على استيعاب وبتبقى إيه مش صعبة إيه الأمن القومي إزاي نقدر نحمي بلدنا من أي اعتداءات خارجية أو داخلية خلاص ونوفر مناخ فيه أمن واستقرار لكي ندفع بعجلة التنمية اللي ستؤدي إلى أن نعيش حياة أفضل يعني شو فيه ببساطة شديدة كده عشان تبقى الأمور إيه واضحة من هنا بقول بقى عندما عندما يكون الإنسان على درجة من الوعي حاسس عارف الوعي يعني أنه عارف وعشان كده بقول لحضرتك أنا متذكر كده مع نفسي الحقيقة منذ التحول اللي تم في السنوات الأخيرة ده كان كل اللقاءاتي مع الإخوة الزملاء يعني في الإعلاميين كنت أقول لهم الوعي لإنسان دايماً بيبقى عدو جهله فلما حضرتك بيبقى لديه درجة الوعي ما فيه ناس كتير أسألك كده هل النهاردة الإنسان المصري ودرجة وعيه زي ما كان من خمس سنين لا أكيد اختلفت لأن ما مر به من أحداث نما نما الوعي أو الشفافية أو الحقيقة فيما يقال حد يعرف يضحك عليه زي ما كان بيحاول يضحك عليه من سنوات ماضية بعتقد لا واخدبها لحضرتك إذن الوعي ده المفتاح ده اللي بيفتح أو ييفل زي الباب وسمام أمان سمام أمان طبعا بقول لحضرتك المفتاح سمام أمان عند كلما ازدادنا وعيا كلما كاننا داينا الثقة في أنفسنا ولنا نستطيع الأطراف الأخرى أن تؤثر علينا والعكس صعي ومن هنا بنقول أن كلمة الوعي ده ده هدف رئيسي وجوهري في كل ما نتحدث عنه وفي كل ما نفعله وفي كل ما نؤديه لاجب أن نكون درجة الوعي على درجة عالية ومستمرة نعم سيادة اللواء حدثنا متصل معاك سيادة اللواء أركان حرب علي حفظي ومدال الحدث الأهم والأبرز اليوم في افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي لقاعدة السالس من يوليو وأيضا بانتظار المنورة التعبوية قدر 21 سنتابع كل هذا على الهواء مباشرة وعلى شاشة التلفزيون المصري القناة الأولى تحديدا حضرتك متواصلين معاك في التحليل والمتابعة لكن أيضا نتحدث عن تواصل هذه التخطية الحية والمستمرة لإفتتاح قاعدة السالس من يوليو البحرية واللي بتعد أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط تختص القاعدة بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي وكذلك الغربية قاعدة ثلاثة يوليو البحرية بمنطقة جرقوب قاعدة عسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين من الاستراتيجيين الشمالي والغربي والتي سينفذ بها المناورة قادر عشرين واحد وعشرين قاعدة ثلاثة يوليو البحرية سادة البحار حدثنا متوصل لمشاهدين الكرام على شاشة تلفزيون المصري مع سيادة اللواء أركان حرب علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سيادة اللواء قاعدة ثلاثة يوليو هذه القاعدة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ماذا يعني بأنها تتوافق في منشأتها مع الكود العالمي لقوات البحرية على مستوى العالم أو المستوى الدولي دي من الحاجات الحقيقة يمكن أن بقول إيه بتسعيدني أنا شخصيا أننا نحن النهاردة أي إنشاءات جديدة بتتم في الخوات المسلحة المصرية بتتم على أحدث ما توصل إليه العالم يعني بنشوف العالم المتقدم وصل إلى أي من المستويات اللي موجودة وإحنا لما نيجي نعمل حاجة مماثلة لابد أن تكون بنفس المستوى أننا دخلنا فيه حصبة الأمم المتقدمة عسكريا وعشان كده حضرتك النهاردة لما بتيجي المؤسسات التي تقيم النواحي العسكرية في العالم زي مؤسسة فاير بور وخلافه ومركز درسات الاستراتيجية التعالي العسكري في لندن وخلافه النهاردة بيضعوا أين يضعوا مكانة القوات المسلحة المصرية طب إيه هي العناصر اللي من خلالها بيضاروا حساب تقدير مثل هذه القدرات والإمكانيات أنه وكدوا بمصر وصلت النهاردة في مثل هذه الأمور من حيث الإنشاءات من حيث التدريب من حيث الفكر من حيث الأداء من حيث الخبرة أن أصبح لدينا النهاردة نقول إيه معلش مكانة تانية في الميزان العسكري والتوازل العسكري يعني لما نبقى النهاردة يا إما ضمن العشرة يا إما الـ 12 الـ 13 يعني من 130 دولة في العالم ده شيء عظيم يخلينا نفتخر الحقيقة بالإنجاز العظيم اللي بيتم فطبعا بالنسبة للكود بتاع القاعدة أنا الحقيقة طبعا ما بتتعشي لنا الفرصة أن احنا نقدر نروح إلا فيه يعني عندما فيه مناسبة ما لكن أقول إيه شوفي حضرتك الواحد لما بيشوف المنظر من خلال التلفزيون الحقيقة مشارك أنا بنبهر ومبهر أي أنا بنبهر يعني في نفس الوقت أنا بنبهر تكتسب ثقة عالية جدا على الرغم من أقول إيه أنا كنت بتميز في قدراتك كنت بتميز من الزباط اللي حكتي تملي بتبقى إيه يعني في المستوى الأول في كل حاجة بأعملها يعني فأنا بنبهر لما بشوف المنظر بقول ما كناش إحنا بنقدر نعمل لهذا المستوى من الأداء اللي بيتم على أرض الواقع يعني القواعد العسكرية اللي تمت أنا يوم ما شفت بر برنيس قاعدة برنيس آخر مرة كده عملت وانا قاعدت في التلفزيون كده قدت التحية قلت لازم أقدي التحية للناس اللي عملوا الإنجاز العظيم النهاردة برضو قاعدة 3 يوليو شي عظيم يعني إنك تعملي بقى المنظومة بكل أبعادها من حيث المنشآت من حيث الفكر من حيث الإعداد من حيث التنظيم من حيث التدريب من حيث النواحي الإدارية من حيث النواحي الفنية من حيث الكفاءة في الأداء لا 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 من حيث من الجانب الترفيهي يعني منظومة متكاملة وفي جانب إنتاجي يعني قاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمام أيضا فيها الشق الإنتاجي فيها الصواب الزراعية والإنتاج الزراعي وتأمين الغذاء وكمسألة أيضا ده يدخل في الشق الإداري من شروع الأمن القومي لمصر بيدخل في الشق الإداري يعني المنظومة لا تترك شيء دي النقطة المهمة يعني ممكن كان الاهتمام ببعض الجوانب وتترك جوانب أخرى لا ده دلوقت القتالية والتدريبية والتنظمية والمعيشية والإدارية والفنية والمخازن وأراضي التدريب وميادين الرماية لا منظومة متكاملة بحيث هيبقى ليها ميزة مهمة قوي على فكرة يمكن أنت كنت عشان تستعدي في أي موقف من المواقف الصعبة اللي فيها تهديد أو خطورة عايزين نجمع قوات من هنا ونجيب هنا ونرتب هنا ونعمل هنا الموضوع ده دلوقتي سرعة التعبئة اتحل بقى خلاص أصبح موجود كله في منطقة واحدة وكله جاهز بحيث عملية الجاهزية دلوقتي دي من ضمن الأعجات المهمة قوي أنها رفعت درجة الجاهزية والكفاءة يعني تختلف عن الأول والجاهزية والكفاءة من ضمن العناصر المهمة جدا في أي قوات مصلحة فالحقيقة بقول منظومة عظيمة اللي بتتم دي على أرض ناصر حملة الطائرات مسترال أنور استداد جمال عبد الناصر وأيضا يمكن بداخلها منظومة متكاملة لحياة معيشية لتدريبات لمستشفيات ميدانية لقدرات لحملة الطائرات لتمويم بالوقود في الجو بالنسبة للطائرات إزاي قدرنا من خلال هذه الأسلحة الجديدة التي انضمت إلى الجيش المصري أو هذه المعدات التي انضمت إلى الجيش المصري إن هي تشكل طفرة في حماية أمن الوطن وأيضا قوار دعم ورسائل لمن تسول له نفسه سواء يعني في الخارج أو في الداخل إحنا كنا بنهتم أوي يعني ودي من ضمن الأشياء الطيبة الحقيقة في فكر العقيدة المصرية منذ القدم الحقيقة أن مصر وجيش مصر منهمش أطماع في أي أطراف أخرى يعني مناش أطماع خارجين إحنا نستولي على الغير أو نعتدي على الغير أو خلافه حتى عندما كانت تتهدد مصر قديما كنا بنجد أن جيش مصر بيخرج لتأمين مصر ثم يعود إلى حدوده أي أن لدينا عقيدة دفاعية لا تعتدي على الآخرين فكان ده الفكر المتغلب لنا مع التطور اللي حدث أصبح أن في أطراف قد تهددنا خارج حدودنا وأصبح لدينا مصادر ثروات لدينا تحتاج أن نحافظ عليها ونؤمنها وبالتالي أصبح من المتطلبات علينا أن إحنا نوجد حجم من القوات المسلحة المصرية القادرة على التحرك ورد أي أطراف قد تؤثر على مصالحنا وطرواتنا القومي فكان لابد من إيجاد نوايات جديدة من السلاح اللي تديك القطرة على التحرك إلى خارج الحدود التقليدية بتاعتنا في مصر سواء بقى القوات الجوية الرفان أو المسترال بالنسبة للقوات البحرية أو الغواصات أو الغواصات أو خلافه هناك منظومة ما شفت بقول حضرتك حنا نتحدث نرجع في الآخر إلى كلمة المنظومة المتكاملة قوات التدخل السريعة اللي أصبح تشكلها قادرة أنها تقوم بمهام ليس فقط للرضع داخل حدودنا ولكن قد تنفذ مهام خارج حدودنا فهناك رؤية ترتبط بالمتغيرات والتهديدات اللي موجودة والمخاطر الموجودة وفي نفس الوقت كلما اددت ثرواتنا القومية وأصبحت منتشرة كلما كان لها متطلبات أيضا لإحمايتها وبالتالي لا بد أن يساير التطور متطلبات الأمن القومية والطاقة الأخر في هذه القواعد العسكرية المصرية هو تقديم الدعم اللوجستي وليس فقط في المجال العسكري لكن أيضا في مجال الخدمات وحماية المشروعات أو حتى تصدير الغاز لأوروبا وتحويل مصر إلى مركز الطاقة هي مجرد وجود القاعدة في موقع استراتيجي في موقع استراتيجي قادر على الحماية والأمن نعم بيخلي الأطراف الأخرى تعيد الحسابات بل دل مرة عشرة سبح لنا سيادة اللواء أنا أشكر حضرتك سيادة اللواء أركان حربة علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا مرة أخرى نعود على الهواء مباشرة إلى قاعدة أسالس من يوليو بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي الذي افتتح القاعدة العسكرية المصرية منذ قليل ويستمر الإنجاز العسكري على الأرض اشتركوا في القناة 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 باشتراك تماني واحدة فرعية بإجمالي تلتمية واحدة ستين مقاطر أكوات برية اتنين مشارك باشتراك ستة واحدة فرعية بإجمالي ستتمية سبعة وردين مقاطر أيها أنا كنت شوف نجيشي شكراك 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 بمهمة القضاء على العناصر المعادية ما يعاند السيطرة على المينار وعلى يمين لغة المشاهدة ستقدم تشكيل جاي بكل اتراف من طائرات متعدد النهام افتو 16 لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجاي لمراكز القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات ورد بلاء باكتشاف سفينة ومشترح بها غير من صعب تقوم بتردين الدعم للجماعات الوهابية صدرت الأوامل اقتحام السفينة بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام رأسي وعفقي على السفينة المتواجدة في اتجاه الساعة العشرة لا يكون رأسي بخوط رأسي الدايارات لتعدد المهام وفار بمهمة تنفيذ المجال الجاي لاحتلال مزايا الجايية لتعامل منطقة العمل وفي اتجاه الساعة العشرة يتقدم تشكيل مكيم من النشاة القتالية محمل بعناصر القوات الخاصة لتنفيذ مهمة الهجوم بالميران على يحدة بحرية معادية بالأسلحة المختلفة وفي اتجاه الساعة الحادية عشر يصير تشكيل جاي مكوام من هل 24 وهل كوماندو محمل بعناصر من القوات الخاصة البحرية لتنفيذ الاختحام الرأسي للسفينة المشتبه بها تشكيل جاي بطوة رفع من طائرات متعدد المهام 29 وفي اتجاه الساعة العشرة وفي اتجاه الساعة العشرة نشاهد جامعة الاختحام الاختبي لتحملها على اللانشاة القتالية وفي اتجاه الساعة الحادية عشر تختار الهل 24 والهل كوماندو لتنفيذ الاسقاط الرأسي لقوة الاختحام من عناصر القوات الخاصة البحرية وفي اتجاه الساعة العشرة نشاهد وصول الانشاة الى المدى المؤسس للتسليف والاستعداد لمشتباتنا على الاهداف المعادية بالاسلحة المختلفة اتجاه الساعة العشرة الساعة العشرة نشاهد وصول الاسان لانوانا انعادوا الساعة العشرة لتشكيل جالي cargo من اثنين هل اتجاه اثنين هل شناط اثنين هل كامل المشاهد الانشاة وصلت إلى المدى المؤسس لاشتراك تماع الاغضاء المعادية لالاسلحة البسكالية من تقديم الأهداف المعادية ومن نفتة المشاهدة تقوم الهل الشيك بإنزال العائنات لجماعات الدفابع البشرية وتقوم الهل المسلح تعمل في أطشي بتقديم الحماية من الهل الشيك أسناء تجميز عملية الإسكار لجماعات الدفابع البشرية وذلك بالقضاء على جديح العدائيات من القنطقة وفي اتجاه الساعة 11-10 يتم تنفيذ عملية الإسكار الوأسي وفي اتجاه الساعة السلام مشاهد تشكيل جاي بكل قسم من طوارات متعدد النهام لراجع فيه تم تنفيذ القصف الجاي على الأهداف المعادية وفي اتجاه الساعة 11-10 تم استنثرت على اقتضينا المشترع بها واختيادها إلى أقرب مناء لاستكمال إجراءات الساقوش تشكيل جاي بكل قسم من طوارات متعدد النهام لجماعات القيادة الخاصة البحرية لمدق مرحلة التصالب البحرية وفي اتجاه الساعة 10-10 تم تيجيل مجموعة الكتار يقم اربعة والمكينة من البعض الناس إلى موقع الساقوش المختشف من خلال تشكيل الضغط على الزواطات إلى انفنت الكيادة تشكيل جاي بكل قسم من الزواطات ثلاثة اثنين يا حود ودحم 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 كانت كتب عتلت المقتصال بكّنز هجمه بمجموعة من قزاعة الأعماق الساقوشة على الهدف المقتصال ثم إسقاط طوارات المقتصال بإخل في 24 الساقوش في فائرة بخل من دواست الكيادة تم테�نا تخطيط وتعميل نلاتق الإضرار الجاي والقوة الرائع صحيحة وايثر على شاشات العرض بس الملاشة لعملية الإسقاط الجاي ولد بلاغ من قائد مجموعة الكتار وقم اربع بتدريل الهدف المعيش وتستميل الطائرات متعدد المهام رفال لاحقا للمجالة الجوية بتأمير اعمال كتار القوات العاملة بالسلح ضد العدائيات المختلفة وفي اتجاه الساعر الاحبة نشاهد تقدم عناصر القوات الخاصة البحرية والمحملة على العائنات مارك 5 بتجميل التنفيذ الاغارة على اهداف الفاحلية من عجلة وفي اتجاه الساعر الاحبة يظهر تشكيل كتالي من المنشاط القتالية للمنيازة بالمشاعر والمحملة بعناصل من القياد الخاصة البحرية بمهمة احتلال وتأمير رأس الشاطئ وكذلك سنبت تغطية الانرانية المتابقة بين الجماعات بالوصول إلى المواقع النهائية لاجتحان وتدمير الأهداف المعادية وفي اتجاه الساعة الثانية تم تدمير الأهداف المعادية على الساحة وتكون التاريخ الهن المسلح تتران على انتفاعات من خفضة والاجتماع مع الأهداف المعادية لتوفير الحماية الاختيار ضد العدائيات المختلفة بمنطقة العمليات وفي اتجاه الساعة الثانية عشر مشاهد رسائط الميضة المونة للإبرار البحري تكون بالتخدم في اتجاه التجاري لتحقيق المناورة لسرعة الدخول وفي اتجاه الساعة العاشرة تكون غيصة بإنزال جماعات بفادع البشرية المنوية لعادة الاختيارة على البعض ونحن التلغين يحدث البحرية في المنوات ونشاهد على سوشات العربة أمام سيادتكم في المجاشة لعملية إيجال البفادع البشرية دول غلواصة وتكفض القوات تشكيل المعلقة للتعامل مع الأهداف المعادية وفي اتجاه الساعة الواحدة والأعلى يظهر عناصر القفض الحامل لقوات المغلقة مضبوعة للتخطيط والإشار بمهمة تخطيط وتأمين مناطق الإضرار للسليات الخاصة وإنشاف وتوجيه الطائرات لمناطق العمل وتنفذ مفلوعة التخطيط للإنشاف المناخة الجاية باستخدام المظلات المحجحة للمميزة باللون الرمادي لأعمال الإخلاق والتأمين خلال مرحلة الهجوز وفي اتجاه الساعة العشرة تمام سوريد البياسة عقد الانتهاء من تنفيذ المطلق وفي اتجاه الساحل تمام اتخاذ الأرضاع النهائية لمجموعة التأمين والإفتحان من عناصر القوات الخاصة وتكون مجموعة الدفاع الجوي باستطلاع الأهداف الجوية المعادية على جميع الالتفاعات ومن أمان نقطة المشاهدة يتم إخلاع اتنين هل أباتشي واثنين هل كامور من حاملة المراحيات أنور السادات لتنفيذ مهمة الدعم النيراني للقوات العاملة على الساحل وتنفذ مجموعة التخطيط والإشارات مهامة في سرية تامة مع الاستطار عن ملاحظة العدل بمهمة إدارة عملية الإبراني الجوي وفي اتجاه الساعة الثانية بدأت عناصر القفز الحر الوصول إلى مناطق عملها المتحدة والمميزة بالدفان المنفسجي وفي اتجاه الساحل تم اصطحان الأهداف المعادية والسيطات عليها من عناصر القوات الخاصة البحرية أتمت عناصر القفز الحر مهلمتها بتأمين منطقة الإبرار بالقوة الرئيسية ويمر من أنام نقطة المشاهدة لسائك الميضة الأولى للإبرار البحري في تشكيل خط واحد بالعرب وتقوم تطموعة نصح وتأمين الشاطئ بتوجيه الوساط وفي اتجاه الساحل بمنطقة الإبرار تم تدنين الأهداف الساحلية وتفجيل الألغام القوعية المبتشفة ويأتعي الإشارة التالية لقوة الإبرار الرئيسية ببجأة عملية الإبرار وتستميه علاصر القوات الخاصة البحرية بالتعاين مع علاصر المزاوات في تأمين منطقة الإبرار أفادت مجموعة التخطيط والإرشاد للتأمين المسقطع بالقفز الحر بتمام تجيز وتأمين مناطق الإبرار المحددة والاستعداد للإمداد الموقع والمستميل للقوة الوائسية وفي اتجاه الساعة السانية تتقدم الهل أفادشي وفامور لتنفيذ القصف الجوي لأهداف المعادرة بصواريخ هينفاير الموجهة بالميزر لساعة التنقيم ملي حر وذلك باتزام مع وصول وساعة الإبرار لخط الاقتراب والفتح تستميل مجموعة الدفاع الجوي بتأمين أعمال قتال المزلة الجوية تم إطلاق سواريخ هينفاير الموجهة بالميزر وسواريخ 80 من 1 على الأهداف المعادرة تم تدمير الأهداف المعادرة وفي اتجاه الساعة الواحدة نشاهد تفاصل الموضة الجولة لقوة الإبرار الوائسية تحت حماية الأنشاط الكتارية ومن يساعد نقطة المشاهدة يتخدم تشكيل جوي لعدد 2 هل أباتشي اتنين مي سبعتاشر اتنين هل شينوك اتنين هل كامور وذلك لتنفيذ عملية الإبرار الجوي لعناصر المزلات والساعقة وتقوم الهل المسلح بتنفيذ الحماية لعناصر المزلات والساعقة أثناء تنفيذ عملية الإبرار الجوي ومتقدر طائلات الهل احبى لسائل بقع والفقات مخاطئة القوات الخاصة من وعية مناطق العمل بالقرب من سياح للعدد لتنفيذ مهامها الكتالية نظر لما تتميز به من سرعة عالية والقدرة على الطيران المنخفض مما يقلل من إمكانية اكتشافها وفي اتجاه الساحل وبلغة الإبرار نشاهد اختراب الملغة الأولى للإبرار التحري وفي اتجاه الساحل الثانية تقوم الهلش ينضي الإبرار الجوي لعناصر الساعقة لاتخاذ أربعها بمهمة عجل الأهداف المعادية وتأمين قوة الإبرار الوعيسية ويتم إخلاء عدد 2 سنت اكس والمضاهد للعمل في جميع أنواع الأراضي وتم تجهيزه بعدد 2 رشاش لإمتاج كسافة ميرانية عالية ويستخدم في تأمين دفع الارتداد عناصر الساعر وفي تجاه نقطة الإبرار بالساحل نشاهد اصول الملغة الأولى للإبرار البحري فالمحملة بعدد 8 مركبة همر متقمة بعناصر الساعقة بمهمة حصل وعزل هدف الساحل وتهيئة أنسب الظروف لقوة الاختحام الرئيسية لتدوير الأهداف بدأت المركبات الهمر في إخلاء وسائف البحرية والتقدم بأقصى سرعة وتحت سطر أمان كتير قوة الإبرار الجوي والقوات الخاصة البحرية وصلت عناصر قوات الساعقة المحملة على المركبات إلى أوضاعها النهائية ويتم حصل وعزل الهدف الساحلي وفي توقيت المتزامن تقوم مجموعة أخرى من المركبات بالسيطرة على تقاطعات الطرق ومحاير التحالف الرئيسية لإحكام السيطرة على الهدف المعادي ورد بلان باكتشاف هدف جوي معادي مقترب من الجسم الرئيسي للتشكيل وفي اتجاه الساعة العاشرة تظهر مجموعة القتال وقم اثنين والمكونة من فرقات جول والانشي ساريخ والمميزة بالمشاعر الضوئية صدرت الأوامل من قيادة التشكيل لقاعد المجموعة القتالية بالاشتباك مع الهدف المعادي ويعتبر التعامل مع الأهداف الجوية المنقبة على الوحدات البحرية من أصعب أنواع تنظيم الدفاعات عن الوحدات البحرية نظرا للسرعة والمنورة العالية للأهداف الجوية وفي اتجاه نقطة الإبرار بالساحل أتمت قوات الساعقة ومهمتها وفي اتجاه الساعة الثانية تقوم الهل مي 17 بالإبرار الجوي لعناصر المزلات بمهمة تأمين رأس شاطئ وعزل الأهداف المعادية والعمل ققاعدة ميران لمجموعة الابتحام وفي اتجاه الساعة العاشرة تقوم مجموعة القتال رقم اثنين بتتبع الأهداف الجوية المكتشفة والاستعداد لإطلاق السواريخ سطح جو سراغميكا ورام على الهدف الجوي المكتشف تم إطلاق السواريخ على الهدف المعادي وتم تدير الهدف المعادي وتستمل طائرات الهل المسلح بالطيران على ارتفاعات منخفضة لتوفير الحماية الجوية للقوات وفي اتجاه الساعة الثانية عشر تستمر النشاط القتالية بتوفير الحماية للقوات العاملة على الساحل باحتلال خطوط مرور قريبة من الساحل مع الاشتباك مع الأهداف المعادية المكتشفة ويتخدم أمان نقطة المشاهدة تشكيل جوي لعدد 2 هل أباتشي 4 هل ميه 24 2 هل كاموف بمهمة الإبران الجوي لفصيلة مزلات للقضاء على العناصر المعادية وتأمين المدخل الشرطي للميلاد وفي اتجاه الساعة الثانية نشاهد الموجة الثانية من القوة الرئيسية للإبرار والمكونة من ثلاثة وسيطة محملة بتمانية مركبة قتال همر وعناصر الساعقة بمهمة اقتهام الأهداف المعادية نجحت قوات المزلات والساعقة في عجل تأمين الأهداف المعادية والسيطرة على تقاطعات الطرق ومحاور التحرك وتهيئة الظروف لتنفيذ عملية الإبرار البحري لقوة الاقتحام الرئيسية والمميزة بالدخان البرتقالي وتستمينة طائرات الهل المسلح بتوفير الحماية للقوات الرئيسية وفي اتجاه نقطة الإبرار بالساحل تمام نسول الموجة الثانية للإبرار البحري تمام نزول المركبات الهمر وعناصر الساعقة من وسائط الإبرار وتحت ساكل أعدال قتال قوة الإبرار البحري والجوي تتخدم المركبات الهمر في اتجاه العلاصر الإرهابية بأخصى سرعة وفي اتجاه الساعة الثانية نشاهد إبرار مجموعة الاختحام لقوات المزلات بواسطة الهل 124 في المنطقة المخططة للإبرار ويتم إخلاء مجموعات الاختحام لطائرات الإبرار الجوي وتتخذ أوضاع الدفاع الجائري بمهمة تأمين منطقة الإبرار وتأمين إقلاع الهل وردت رسالة معلومات تفيد بتحصل عنصر قيادي شديد الخطورة في أحد المباني كما تمكنت العناصر الإرهابية من احتجاز مجموعة من الرعاين داخل مبنى آخر وردت الآن باكتشاف هدف سطحي معادي يختلف من الجسم الرئيسي للتشكيل وفي اتجاه الساعة العاشرة نشاهد رحبات مجموعة القتال وقم واحد والمكلفة باحتلال ستغير التأمين البعيدة لتوفير الحماية للقوال وتتكون من 3 فرقات فريم 3 لنش سلاريخ 2 فرقات جوهند يمكن تمييز الهدف المعادي في اتجاه الساعة التاسعة وعلى مسافة خمسة آلات يارضا سجلت الأوامر إلى قائد المجموعة القتالية بتدمير الهدف قبل دخوله لدائرة التأثير على الجسم الرئيسي تتقدم وحدات المجموعة القتالية لتنفيذ رماية مدفعية سطحية على الهدف المكتشف تم الاشتباك مع الهدف المعادي بالمدفعية السطحية وردى بلاغ من قائد المجموعة القتالية بتمان تدمير الهدف المعادي وردى بلاغ باكتشاف هدف سطحي معادي على مسافة أربعين نيل بحري وفي اتجاه الساعة العاشرة تظهر مجموعة القتال وقم ثلاثة والمكونة من فرقاطة فرم ولانش سلاريخ والمميزة بالمشاعر الضوئية صدرة الأوامر لقائد المجموعة القتالية بالاشتباك مع الهدف المعادي وتدميره موسيقى قامت المجموعة الاختالية لتنفيذ فوق صواريخ سطح سطح اكسو 6 من الفرباطة 3 قامت المجموعة الاختالية لتنفيذ فوق صواريخ سطح سطح اكسو 40 من لنش السناريخ وتم الاطلاق هانيا مما يعكس المحارة التي وصل اليها مخاطر الكواك البحرية ويتم استطلع نتائج الطلبات السانوخية باستخدام منظومة الطائرات الموجهة بدون طيار اسمية والتي تظهر صورة على شاشات العرض امام سياداتكم وعلى يسال نقطة المشاهدة يتقطم تشكيل جوي مكون من اثنين هل أباتشي اثنين هل كوماندو محمد أبع ناصر الصاعقة وعدد اثنين هل كاموف بمهمة الاقتهام الرأسي للمدنى المحتجز به الرهاي ويخوم الهل المسلح بتامين القوات اثناء تنفيذ الاقتهام الرأسي وتنفذ مجموعة الدفاع الجوي اعمال استطاع والتفتيش عن الاهداف الجوية المعادية وتستمنى الطائرات متعدد المهام باحتلال المزلة الجوية لتأمين اعمال قتال القوات العاملة بالساحل ويبدأ العدائيات المختلفة وفي تجاه الساعة الثانية مش هتقدم الهل كوماندو أعلى المدنى المحتجز به الرهاي وفي تجاه الساعة الثانية مشاهد الهل كوماندو تقوم بانزال عناصر الصاعقة لتنفيذ الاقتهام الرأسي للمبنى المعادي للقضاء على العناصر الإنهابية وتحرير الرهائل المحتجزين ورد بلان من الغواصة 42 والمتواجدة تتجاه الساعة الحادية عشر باكتشاف هدف سطحي معادي صدرت الاوامل للغواصة بالاشتباك مع الهدف المعادي وتجميله يمكن تمييز الهدف المعادي في اتجاه الساعة الحادية عشر ويصر على شاشات العرب بس المباشر لعملية إطلاق التربيد الحربي مستعد الإطلاق أفاندر أطلق تميز الهدف المعادي في اتجاه الساعة الحادية عشر وفي اتجاه الساعة الثانية وبمجرد إقلال هونيكوبتر تقوم عناصر قوات الصاعقة باتخاذ أوضاعها النهائية استعداداً لاختحام الأهداف ويتم الآن اقتحام الأهداف المعادية والقضاء على العناصر الإرهابية وتحرير الرهائل المحتجزين وتنفيذ إجراحات التفتيش والسيطرة وإخلاء منطقة الحدث وفي توقيت المتزامد مع تجهيز العبوات الناسفة لتدمير مغزن العبوات نجحت حناصر قوات الصاعقة في القبض على العنصر القيادي وتحرير الرهائل المحتجزين تم تدمير المبنى ونجد بلاغ من قائد مجموعة الدفاع الجوي والمتمركزة في اتجاه الساعة الثانية عشر برز أهداف جوية معادية تقترب من اتجاه الشمال الشرقي وعلى مسافة أربعين كيلومتر وسيتم الاشتباك معها بواسطة كتاب السواريخ بيتشورة وطور ام من مركز قيادة مطبوح للدفاع الجوي تم رز أهداف جوية معادية وتأمى تخليص هدف لكاتيم الثواريخ البطمارة بالموقع رقم اتنين موقع رقم اتنين ثلاثة ثلاثة اتنين واحي المعادي بواسطة تم إطلاق عامل تنين ثلاثة وفي اتجاه الساعة الثانية عشر تم تدمير الهدف السطح المعادي بواسطة التوبية تم تدمير الهدف الجو المعادي ثم تقابل السلوخ مع الهدف وتم التدمير على متابة 15 كيلو إصابة ومشرة انتهى اجتشاب هدف على متابة 25 كيلو وبإتكاية طبعين ثم تختيف الهدف لكديم الثواريخ البوك في الموقع رقم واحد تختيف الهدف يكتشف الهدف تختيف الهدف تختيف الهدف تريد التبيعيز تم تدليل الضروف الثاني تطور المسحة اتعو تنهى تقسيط العذب لكتيبة الزوريخ الطلقين بالموقع رقم 4 تم تدليل الضروف الثاني ترجمة نانسي قنقر 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 وعلى شاشات العرض أمام سيادتكم نشاهد تدمير الهدف السطح المعادي بواسطة الثواريخ سطح سطح وفي اتجاه الساعة الواحدة تتقدم تشكيلات من طرفات متعدد المهام ترجمة نانسي قنقر 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 وعلى يصان نقطة المشاهدة بشاهد المجموعات القتالية لحاملة المروحيات ألوار السابق ويتم الآن إقلاع الطائرات الهيل وغستا من على فطح حاملة المروحيات جمال عبد الناصر شعب مصر الأبي في ثالث من يوليو 2013 ومنذ ثمانية أعوام وقعنا بالأحرف الأولى على وثيقة السعادة الهوية الوطنية المصرية من براثن حكم كاد أن يعصف بمستقبل الوطن فاليوم وبعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية ومشاهدة المناورة قادر 2021 نؤكد لشعبنا أن لديكم جيشا به رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض هذا الوطن لأي مكروه وسوء وهم على أتم الاستعداد أن يفنوا جميعا وتبقى مصر وستبقى مصر لأنها محروسة ومحمية بعناية الله لننشد جميعا مصر عادت شمسك الذهب ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر اشتركوا في القناة 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 هذا بالإضافة والغواصة بانشتركوا في القناة ومنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تضم حمامة موسيس نطاق عمامة يشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 مشاهدين الكرام اشتركوا في القناة في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي كما تمثل القاعدة اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الاحمر والمتوسط وذلك لمجابهة اي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية وللمزيد من المتابعة مشاهدين ينضم الينا اللواء الدكتور محمد زكي الالفي المستشار باكاديمية ناصر العسكرية سيدة اللواء نرحب بك مبدئيا على شاشة التلفزيون المصري اهلا بخضر مستشار بعضات المستشار المشاهدين اهلا بخضر يعني ربما تابعنا اخيرا في هذا الحدث المهم المناورة قادر عشرين واحد وعشرين كيف تبعتها سيدة اللواء المناورة عشرين واحد وعشرين هي بتأتي في اطار مناورات في مقرد في التدريب للقوات المسلحة اما هذه المناورة بزاعة فيها طائمة بزاعة على الاتجاه السواتيجي الغربي ويضافة الى المناورات الاخرى التي بيتم تنفيذها في غرض تأكيد الجهزية والاستعداد للقوات المسلحة لتنفيذ المهام التي يمكن ان تكلف بها على هذا الاتجاه او كمناورة على ايه اتجاه اخر وبالتالي فهي قادرة على تنمين وصوم الامن التي تؤكد الاتجاه لأن القوات المسلحة وخاصة عمل هذا الاتجاه بتكون قادرة على تأمين القومي المصري لهذا الاتجاه وطبعا هذا ليس فقط ولكن كمان نقول انها بتنفذ بإطار المواجهة اعمليات التسلل والتهريب والهجرة الغير شرعية واي اعمال تسلل لعناصر ارهابية ممكن ان تصول لنفسها نفسها التوجه الى الحدود المصري وبالتالي ايضا مواجهة كافة المتغيرات التي بتحدث على هذا الاتجاه الاستراتيجي الهام وخاصة انه يعتبر احد الاتجاهات واحد مصادر الاقتصاد المصري الهام نظرا لوجود حق للغاز في المياه الاقتصادية المصرية التي تمتد لأكثر من 200 ميل بحري نعم سيد الواء يعني ماذا تضيف مثل هذه القواعد العسكرية في اطار امتلاك منظومات متكاملة في مجال التسليح والتدريب والتأمين الإداري والفني هي بنجد ان هذه القواعد العسكرية هي بتكون عبارة عن منشأة عسكرية متكاملة نعم بتشمل من العناصر ما هو موضوع في القوات المسلحة ما ينطلق عليه اسلحة مشتركة لتنفيذ اي مهام يمكن ان يشترك فيها اصطر من فرع رئيسي من افرع القوات المسلحة او ان كان من القوات البرية او البحرية او الجوية وتأمين هذه القوات دقيعة دقيقات جوية بصف عناصر الدفاع الجو وبالتالي فان هذه العناصر الحقيقة او هذه القواعد بتكمل بتكمل بعضها البعض الخطوط التأمين للستراتيجي على الاتجاهات المختلفة في مختلف الاتجاهات استراتيجية المصرية وبطولها بالكامل كان على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي او الشمال الغاربي او الجنوبي ومن هنا بنارى ان هناك قواعد بحرية وضوية وقواعد اخرى موجودة ومنها القواعد تدميش محمد مجيد قعد البراني في الاسطول الجنوبي وتعصيم وقيادته جوغل موجودة الرياضة التي افتتحناها كل هذا الحقيق يأتي في اطار هذه المنظومة المتكملة من القواعد العسكرية وهذه القواعد بتجابة تحديات وتعديدات التي تحيط يعني بتكون احد العناصر الرئيسية الموجب هذه التحديات او التعديدات التي يمكن التواجد فيها في نطاقها أو خارج نطفها لأن هذه القواعد الإضافة لأنها موجودة وسطة إلا أنه يمكن أن تتحرك منها عناصر من اتجاه لاتجاه آخر لزيادة قدراته وكفاته في حين الاحتياج إلى مثل هذا وما نطلق عليه نحن بالنسمى الفتح الستراتيجي والتعباد سيدة الواء تحديدا قاعدة 3 يوليو التي نحن في إطار افتتاحها اليوم هي أحدث القواعد البحرية المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه القاعدة تحديدا طبعا هناك أهمية استراتيجية أهمة جدا أولا هذه القاعدة تشمله من مكونات يعني تم عرضها من عرضها أن هناك 47 قطع أحرية جديدة موجودة في هذه القاعدة وهناك منشآت متعددة بالإضافة إلى أماكن للتدريب المشترك وخاصة اتجاه البحر المتوسط الذي يتم فيه تدريبات مشتركة عديدة للقواة البحرية والدفاع الجواء والجواء والعناصر أخرى في مجال البحر المتوسط أو خارج من طاقة البحر المتوسط حتى في البحر الأسود نحن نفذنا تدريبات مشتركة مع روسيا وأيضا تدريبات مشتركة مع كافة ومع دول كبرة وعظمة لولايات المتعدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا كل هذه الحياة بالإضافة إلى جنان وكبرس وعامية هذا الاتجاه بالزادة، هذا الاتجاه الاستراتيجي المتوسط، وهو القيمة الاقتصادية الموجودة فيه الغاز الموجود فيه وما يدور حول هذا الموضوع بالإضافة إلى موامل أخرى منها عمليات نقل عناصر إرهابية إلى دول شقيق وموجودة في المنطقة يمكن أن تؤثر على استفرار الأوضاع في المنطقة بالكامل أو الأمن القوم من مصر وبالتالي فإن هذه القواعد تمثل أواعد هامة واتباهة وقوة لها أهمية جيوستراتيجية أو استراتيجية نتيجة بأعملات جغرافية لهذه الأماكن وهذه المناطق والتدخل ضد عدائيات أو أي تهجدات يمكن أن تعلينا من مثل هذه الاتجاهة أيضا تبعت برسائل طمأنة للدول الشقيقة ولكن في إطار ما رأيناه اليوم في منورة قادر عشرين واحد وعشرين ربما المواطن المصري يرى اليوم مشاهد مختلفة للتدريبات القتالية سواء من خلال الغواصات أو من خلال القوات المشتركة في هذه المنورة كيف رأيت رسائل الطمأنة للشعب المصري وأيضا للدول الشقيقة من خلال هذه المنورة لدينا موابط تؤكد أن هناك توازن استراتيجي وأن هناك موابط أي تهديدات تأتي بنزل اتجاه أيضا تأمين للخطوط الملاحة البحرية وخاصة هنا الخطوط الملاحة التي هي الاقتصادية بتؤمن أو بتأطي الثقة لأي عناصر أخرى اقتصادية يمكن أن تأتي لتستثمر في مصر فبتؤكد أن هناك قوات قادرة على ردع كل من تسأل عناصر أن يؤثر على هذه الاستثمارات أو على هذه النهضة التنموية التي تتم الآن في مصر أيضا أن هناك تدريبات عسكرية بصفة مستمرة إذن هناك استعداد أو هناك جاهزية أو هناك خبرات قتالية يتم اكتسابها من الضوال المختلفة هناك تطور في مجال التسبيح بصفة مستمرة وابدنا سواب عندما تشارك مع مصر هذه الجوال أنها تكتسب هذه الضوالات وتطلع على مصر هذه الأسجاح وده كان واضح من امتلاكنا لهذه القطع ومحاولاتنا ليس فقط الامتلاك بالاستيراد فقط ولكن هناك أيضا شراكة بتاكم في مجال الصيامة والتصنيع وهذا طبعا شيء مهم جدا اللي احنا بنقول عليه الاتفاق الزاتي الاتفاق الزاتي ليس في المواد التنموية أو العاشة أو في الزراعة أو في الاقتصاد ولكن هناك أيضا اتفاق الزاتي عسكري وده شيء مهم جدا يعني عندما نستكل ذاتيا عسكريا بالإضافة إلى انفتاحنا على العديد من دول العالم في مجال التسبيح وفي مجال الصيام وفي مجال التدريب والبعثات الخارجية هذا كله بيؤكد وبيفتح مجالات كبيرة جدا ويؤكد سفة المواقص في قوات المسلحة لذا في قوات المسلحة فقط برضو علشان لا نقفل فاق القوى الأخرى وهناك القوات الشرطة وهناك أجيزة الأمنية الحقيقة تقوم بدور حظيم جدا وكبير جدا وده يعني بشهادة جميع الدول يعني العالم التي تأتي للتعامل مع مصر في كافة المجالات نعم نقطة مهمة أخرى سيدات الواء وهي يعني مواكبة القوات المسلحة المصرية للتطور التكنولوجي في عملية التسليح والتدريبات كيف رأيتها؟ الحقيقة الموضوع ده مش موضوع النهاردة وليدي النهاردة يمكن إحنا كنا من حوالي 7-3 كان السيد الرئيس نفسه بمشاهد على الطبيعة بعض القطع العسكرية خاصة في سلاح المركبات والمدرعات التي بيطن تصنيحها في مصر وبيطن تطويرها فليس هذا فقط برضو لكن هناك حاجاش أخوات البحرية النهاردة الحقيقة بتشهد نهضة برضو الحقيقة نهضة كبيرة جدا وهمة جدا في مجال التصنيع والاعتماد على النفس والإنتاج للقوات العديد من القطع البحرية نفس المجال في المجال الإنتاج الحربي عندنا إنتاج المدرعات وإنتاج الدبابات ولسه كان من كم يمكنه يفتدحوا قط إنتاج شاسية للمركبات الأمر الإضافة لأننا بنصنع جزء جدا من الدبابات الآن طبعا عمليات التصنيع دي بتاخد وقت مش همخاطر تكتمل عندك لأنه وبرضو أأكد هناك مصانع طائرات برضو وما يتم الإنسيامة لهذه المصانع وما تشمله هذه هذه الأسلحة من مهدات فنية وأجهزة جيادة وسيطرة وتوجيه وصواريخ مضادة للتائرات وكل هذا الحقيقة بيصير كله في اتجاه واحد جنبا إلى جنب فيه اتجاه وفيه مع اتجاه الإنشاء القواعد العسكرية المتعددة للأغراض سواء كانت بحرية أو جوية أو برية سيد تلواء بنظرة عسكرية إذا استعرضنا خريطة مصر الآن وتوزيع القواعد العسكرية حتى يتضح للمواطن المصري المهتم بهذه الأمور كيف ترى توزيع القواعد العسكرية الآن في إقليم مصر بكامل؟ أولا في البداية أسمح لي أن نتيجة الخبرات التي يتم تسبب أوقات مسلحة والدراسات والمتدربات التي تتم وما نخرج به من دروس مستفادة سواء نقاط قوة أو نقاط ضعف نقاط ضعف نتغلب عليها وهذه الخبرات الحقيقة وكل هذا بيصد في النهاية إلى عملية تخطيط لإنشاء وتواجد القوات في المناطق يمكن لها أن تنفذ المهام التي تكلف بها في سرعة وفي جاهزية وفي دقة عالية جداً وبأقل خسائر ممكنة وتجديد العدو أكبر خسائر هذه النقطة مهمة جداً نحن لا تبقى برضو عشان تخطر يعني الشيء بالشيء هي لا تقوم بعمليات الدفاع والهجوم فقط ولكنها أيضاً تقوم بأعمال البحث والإنقاذ وده عملية مهمة جداً ويعني لها نفس المهام التي بتقوم بها القوات المسلحة يعني بيتقوم فيها تعملات البحث والإنقاذ للحوادث التي يمكن أن تحدثها في البحار أو في البحر أو في البرة أو في الجو يمكن ده كان موضع حتى من حوالي أشهر بسيطة عندما قامت نفس الاتجاهة قاعدة الجو كان في قطعة بحرية بتقوم بالمغور أنقذت سفينة تركية وقطرتها وأنقذت الركبة وحكمة المطلقة من جلسيات مختلفة نعم هي برضو العملية مش عملية ختالة فقط ولكن نحن بنقول عليه إيه أنه صيامة الأمن القوم المصري والمعاونة مع الدير الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم اللي لازم له في حدود الممكن والمتاح فإحنا الحقيقة بنعم بكل هذه المهم وبالتالي توزيح هذه القواعد مثل هذه المناطق الاستراتيجية واختيار مثل هذه المناطق بضلقة بالتأكيد بيخدم التخطيط الاستراتيجي العسكري الذي هو في النهاية يؤمن ويصون الأمن القوم المصري بشتى شكله بشتى أشكاله وصوى ليس هذا فقط برضو عشان خطر نكمل الصورة لأستاذ المشاهدين أن أحد المهام الرئيسية لقوات المسلحة هو تقديم المعاونة اللازمة لعزالة الأسار النتيجة عن الأزمات والكوارث وبالتالي هذا التوزيع الاستراتيجي يمكن القوات المسلحة من التدخل بسرعة بإمكانياتها القوية والشديدة والكبيرة في دعم جهود الدولة في حالة مواجهة أي أزمة أو كارثة على أي من الاتجاهات الاستراتيجية بالإضافة لطبعا الاشتراك في أعمال التنمية وانت شفت العرض اللي كان في قام بيه أو حضر السيد رئيس من يومين تقريبا يومين خاصة بالعرض للأسلحة للمعداد التي يومين حسين في الخطط القاصة بالنهود بالريف المصري وفي القرى الأكثر فقط يعني الحقيقة حاجة ما مش هدفها بيداً عدد طقم من هذه المعداد وبنظمة وبضبطة شديدة جداً برضو أن التوزيع الاستراتيجي بهذه القوات في هذه الأماكن وبهذه القواعد واختيارها الدقيق فهذا بيؤدي إلى تحقيق مثل هذه المهام في سرعة وفي ضد قبلها قدر نعم أخيراً سيادة اللوائف وتحديداً في قاعدة ثلاثة يوليو يمكن من أهم أو من النقاط المهمة فيها هي أيضاً مكافحة الهجرة غير الشرعية يعني هذا في إطار ما ذكرته منذ قليل تمام الهجرة الغير الشرعية إحنا يعني لنا فيها هي منذ عام 2016 لنا فيها أيضاً طولة وعظيمة تقريباً دم جوله حققنا المعددة السفرية في هذه المعددة بمعنى أنه لم ترصد حالة هجرة شرعية غير شرعية من خلال الأراضي المصرية أو عبر البحار المصرية وإذا طبعاً الحقيقة بيعود إلى جهوز أهم جداً وكبيرة جداً تقوم بالأجهزة أجهزة الشرطة الحقيقة هو أجهزة أمنية بالإضافة إلى قوات حرس الحدود والقوات البحرية والقوات الجورية وبالتالي وزي ما وضحتي في كلامي من شوية أو ما حضرتك أن العملية ليست فقط منع الهجرة الشرعية لكن أيضاً المعنى في حالة تقديم البحث والإنقاذ عن أي مفقودين أو أي حوادث للهجرة شرعية ليست من مصر وليست من ناتجة أخر لما في إطار أو في نطاق عمل هذه القوات أو هذه القواعد وده شيء مهم جداً حتى الدول نفسية التي تتم الهجرة غير شرعية تقوم بعمل البحث عن القوات زيارة أخرى وبالتالي في مصر الحام بتقوم بزور عام جداً وباعتراف العالم وباعتراف معظم الدول جنوب أغفق أو نصل على البحر المتواصل جداً سيادة اللواء الدكتور محمد زكي الألف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية كنت معنا هاتفياً شكراً جزيلاً لك ونستمع الآن مشاهدين للكلمة التي ألقاها الفريق أحمد خالد قائد القوات الجوية خلال افتتاح الرئيس أسيسي لقاعدة البحرية عفواً خلال افتتاح الرئيس أسيسي لقاعدة ثلاثة يوليو البحرية نتابع بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام صدق الله العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكريم نحتفل اليوم بإضافة قلعةٍ جديدة إلى قلعنا الصامدة وقدرةٍ جديدة تُضاف إلى قدراتنا المتنامية بفضل الله تعالى وذلك في إطار برنامجٍ تحديثٌ شامل للقوات البحرية أتى ضمن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية للدولة المصرية التي وضعت من التنمية والتطوير هدفاً ومن العمل الشاق الدقوب منهجاً ومن العلم والتخصص دليلاً هادفةً إلى تحقيق غدٍ أفضل لأبناء هذه الأمة وحاملةً لكل جيرانها وأصدقائها رسالة سلامٍ وأمنٍ وتعاونٍ واستقرار ويتواكب هذا الفكر الاستراتيجي مع قيامها بالزود والدفاع عن وطننا الغالي ضد قوى الإرهاب والتطرف بأسلحة الفكر والتنمية والتنوير وفي إطار الخطة المتكاملة لتحقيق أخصى استفادة لمصرنا الحبيبة من البحار حيث تم وضع رؤيةٍ لقوات البحرية كأحد عناصر هذه الخطة فبدون استقرار وأمن لا توجد تنميةٍ وتقدم ومن هنا جاءت قاعدة 3 يوليو البحرية التي اتخذت لها اسماً من تاريخ يرتبط في وجدان الأمة المصرية أجمع بالتخلص من بواعس الإرهاب البغيط مع الانطلاق الحسيس نحو التنمية والتقدم ومع إلاء الدولة المصرية اهتماماً ملموساً بالبحر الذي فتح الله علينا بخيراته بعد صور التلاتين يونيو لذا فإن هذه القاعدة تعتبر بحق رسالة سلامٍ وتنمية لمنطقتنا بالكامل هذا وقد حرصت القيادة العامة لقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل والمدروس والموجه بعناية لمتابعة وتنفيذ أوجه التطوير في منظومة القوات البحرية فكان التقدم المتوازي على كافة المحاور من بنية تحتية وتسليح وتدريب وتأهيل متميز للعناصر البشرية من بنية تحتية وتسليح وتدريب وتأهيل وتأهيل متميز للعناصر البشرية على كافة المستويات وفي وقت قياسي السيد الرئيس الحضور الكريم لقد كانت تحدي كبيراً وكانت المتابعة الدقيقة والمستمرة حافزاً وداعماً لنا وكان عامل الوقت والدقة والجودة وحسن استخدام الموارد عنصراً حاكماً في تطبيق خطة التنمية الشاملة لقوات البحرية والتي شهدنا سمارها الملموسة في خمس قواعد بحرية جديدة ووحدات بحرية ذات نوعية قتالية متميزة من حيث الطرازات والقدرات لتنفيذ المهام العملياتية المختلفة كحاملات المروحيات والفرقطات والغواصات واللوشات بتعدد مهامها القتالية هذا مع الحرص على نقل التكنولوجيا والخبرة وتوتين الصناعات البحرية وهنا نحن اليوم نرى نموذج لتلك الخطة يتمثل في رفع العلم المصري الشريف على سبعة وأربعون وحدة بحرية جديدة تضيف لقدراتنا في جميع الاتجاهات الاستراتيجية إضافة قوية ليس فقط في الكام ولكن والأهم في النوع أيضا حيث تضم اثنين فرقاطة تراز فرينب برجاميني فرقاطة مصرية الصنع تراز جويند غواصة تراز متين وتسعة عشر لنش مرور ساحلي بعيد المدى أربع لنش مرور ساحلي تمانية وعشرين متر تمانية وعشرين رب قتالي مدرع للقوات الخاصة لنش قاطرة وسنشاهد استخدامها اليوم في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة قادر عشرين واحد وعشرين واليوم تنضم إلى سلسلة الإنجازات المحققة أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة عشر مليون متر مربع التي والتي بالإضافة لموقعها جيوستراتيجي تعتبر إضافة استراتيجية لمصر على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط مما يعكس وبجلاء ووضوح التزام الدولة المصرية بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة الدولية ومنع الهجرة الغير شرعية إضافة إلى تأمين مقدرات مصر الاقتصادية بالبحر في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم كما تتيح القدرات الزيتية للقاعدة القيام بكافة المهام العملياتية والتدريبية والليجستية إضافة إلى تنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة السيد الرئيس لقد تحقق لنا كثيرا في زمن قياسي وهذا النجاح الذي تحقق بفضل الله تعالى ليس النهاية ولكنه نقطة انطلاق جديدة نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية بغرض تعزيز أمن مصر البحري واقتصادها الأزرق نعاهد الله والوطن وسياداتكم على استمرار مسيرة التقدم والتنمية التي بدأتموها وأن نحافظ على ما قدمه لنا الوطن من جهد ودعم وإمكانيات لنرد جميل ونصهر على حمايته ونصون مصالحه متمسكين بالإيمان بالله وحب الوطن معتزين بالانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية العريقة حفظ الله مصر أبية كريمة حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين استمعنا سويا إلى الكلمة التي ألقاها الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية خلال افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعدة ثلاثة يوليو البحرية وينضم إلينا الآن هاتفيا اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية سادة اللواء بعد التحية عن افتتاح قاعدة ثلاثة يوليو البحرية كيف ترى التوسع الذي تقوم به مصر في تحديث القوات المسلحة على مختلف أفرعها أولا هو في تسليح دخل للقوات المسلحة المصرية هذا التسليح يعتسم بأن فيه إمكانيات تكنولوجية عالية جدا على اختلاف أنواع الأسلحة وأفرع الرئيسية للقوات المسلحة هذا التسليح عشان يتم التدريب عليه بصورة تمكن المقاتل من استخدام كل التكنولوجيا الموجودة فيه واستخدام السلح لأقصى إمكانياته يحتاج قواعد أيضا زاد طبيعة تكنولوجية عالية علشان يحقق سمار من التدريب تصل بالقوات إلى درجة الاحتراف العسكري وده يترجم عملياتيا إلى جهازية عالية وحالات استعداد قتالي كبيرة جدا يمكن بها أنه ينفذ عمليات فوقت وليل وبكفاءة عالية وده الحقيقة اللي القوات المسلحة المصرية عملته سواء في قاعدة محمد نجيب أو في قاعدة برنيس والنهاردة قاعدة 3 يوليو وقواعد أخرى تانية هذه القواعد ليه هدف تدريبي وأنا يمكن قلته شفنا إزاي حتى استخدام الزخيرة الحية إزاي شفنا حتى الزخيرة هي بتطلع من السلاح وإزاي وهي بتتضرب وكل ده مرسود رصد عالي جدا ده يمكن تقييم نتائج التدريب ونتائج الضرب على وجه الخصوص بصورة دقيقة جدا وبالتالي التدريب حيرفع مستوى القوات في هدف عملياتي بقى مهم جدا وهو أن القاعدة دي موجودة ناحية الشمال الغربي وبالتالي لما القطع بحرية بتطلع فهتطلع ده بيترجم لوقت قصير عشان توصل تواجه العدائيات وأيضا المدى اللي كانت هتستخدمه عشان عبل ما تتحرك من قاعدة زي محمد نجيب أو قاعدة أبعد شوية هذا المدى هيضاف إليها كمدى في اتجاه العدائيات دي فده يترجم لمواجهة العدائيات أنه هو بصورة سريعة ومحترفة وفي وقت قليل وفيه هدف أيضا لوجيستي أنه فيه إمداد للقوات أثناء الكامب مهمها بكل عناصر الإمداد سواء إمداد قتالي زي الأسلحة والزخير وخلافه أو إداري أو حتى إمداد فني فالقاعدة إضافة بكل المعايير للقوات المسلحة المصرية يعني اتابعنا بفخر التدريبات ومنورة قادر 21 ولكن سيادة اللواء يعني اختيار يوم الثالث من يوليو وإطلاق نفس الاسم على هذه القاعدة ونحن في إطار احتفالات الشعب المصري بثورة الثلاثين من يوليو كيف ترى دلالة هذا الاسم في إطار الجمهورية الجديدة اليوم ده تلاتة سبعة ده كان فيه ترجمة واضحة جدا لمطالب الشعب المصري بإسقاط تنظيم الإخوان وهذه الترجمة تمثلت في كل رموز الدولة واحتضنتها القوات المسلحة فالقوات المسلحة احتضنت إرادة الشعب وأسقاط التنظيم كان مخطط لي أنه يساعتر مش على مصر داع المنطقة كون إن في هذا التوقيت يتم الاحتفال بافتتاح قاعدة وأيضا المنورة قادر عشرين وواحد وعشرين فده إحياء لهذا الاسم باستمرار وأيضا ترجمة أخرى لإرادة المصريين إن فيه قوات مسلحة قادرة على الرد أو الحسم فالحقيقة هيفضل في ذاكرة الأجيال وإحنا بنحيي بهذه الافتتاحات وهذه المنورات وده نقطة قويسة جدا في مواقمة التاريخ إذن كيف رأيت رسائل الطمانة التي أطلقتها فاعلية اليوم أنا شايف الحياء الحدثين حدثين كبار سواء القاعدة احنا تكلمنا عليه منورة كبيرة فيها كل أنواع الأسلحة منورة بالزخيرة الحية الفعاليات والأنشطة التي تمت الحية لو أي عين عسكرية ولو عندها قدر بسيط من الخبرة تكلم على عمليات اكتحام رأسي وعمليات اكتحام أفقي لاتنين في نفس الوقت مع تأمين من القوات الجوية أيضا معاونة نيرانية من القوات الجوية لكل عناصر المشتركة في المناورة المدفعية الصاروخية برضو مشتركة القوات البحرية بالطبع كل عناصرها مشتركة سواء حاملات الطائرات والغواصات والفرقطات والأنشات الصعق والمزوات مشتركة عمليات مختلفة الحية ومتعددة زي تحرير الرهائن مزج محترم بين مواجهة عديات تقليدية وغير تقليدية الأنشطة دي مش من الطريقة أبدا إن حد يعملها بهذا الاحتراف في هذه الشريحة من الأرض أو البحر في زمن قليل بهذا التناغم والتوافق الحية كان بيتم بالثانية وبالزخيرة الحية فده يسوي حاجتين يسوي رضع لأي حد بيحاولي استهدف مصر ويسوي أيضا بثالث منهم للمواطن نعم يعني ستظل فعلا الثالث من يوليو تاريخ مهم سواء على المستوى السياسي للمواطن المصري أو حتى على المستوى العسكري بافتتاح قاعدة ثلاثة يوليو ولكن اهتمام مصري كبير أيضا سيادة اللواء بتأمين الحدود وحماية مصالح مصر الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط يعني تعليقك على هذا الأمر طبعا احنا عندنا في البحر المتوسط عندنا امكانات اقتصادية عالية القيمة زي حقل حقول البترول والغاز وحقول الظهر على سبيل المثال أيضا عندنا خطوط ملاحة بحرية فتأمين البحر المتوسط وتأمين لهذه الامكانات الاقتصادية عالية القيمة كل ده في البحر في مياه الاقتصادية وأيضا تأمين لخطوط الملاحة البحرية وده يترجم على طول تأمين لقناة السويس وتأمين أيضا للبحر الأحمر لأنه الاتنين مرتبطين ببعض تأمين برضو لحاجة مهمة جدا وفيه مشروعات في منطقة مرسى مطروح والساحل الشمالي مشروعات أيضا في منتهى الأهمية وإمكانيات عالية القيمة زي محطة الضبع النووية زي مدينة العالمين وما حولها من إمكانيات اقتصادية ومشروعات اقتصادية حتنقل المنطقة دي نقلة كبيرة جدا لقدام من ناحية الاقتصادية فالإمكانيات عالية القيمة دي لو هي ما تأمنتش تأمين عالي جدا عندنا إرهاب عبر الحدود عندنا تجارة غير مشروعة للأسلحة هجرة غير شرعية يصحبها ويدخل داخلها انتقال عناصر إرهابية فالتهديدات دي إذا ما كانش فيه قوات مسلحة قادرة على الرضع ان التادات اللي حسبت حسابتها هتدفع 8 لان تصريح تحمله ولو جت هيبقى فيه حسم في أعمال القتال لصالح القوات المسلحة في وقت قصير وبصورة واضحة الحسم والرضع هو اللي احنا شفناه النهاردة رسالة واضحة وعملية جدا للعدو وأيضا رسالة طمأنة للمصريين وأيضا للدول العربية ويعني كان مشرف في الحقيقة مصر قيادات كبيرة من دول عربية وخاصة شقعنا في الإمارات وفي ليبيا فدي برضو رسالة طمأنة له سيد الواحي حدثنا عن التحديث الكبير الذي شهادته مصر في مختلف أفرع القوات المسلحة ومنها القوات الجوية وتعاقد مصر مؤخرا على صفقة جديدة من طائرات الرفال لتحديث القوات الجوية القوات الجوية التحديث طبعا كان فيها زي كل أفرع القوات المسلحة وأفلحتها نتكلم على التحديث الحقيقة كان نقطة الاحتراف اللي فيه إنه حلل كل ما هو عدائيات حالية ومستقبلية تبنى القوة طبعا للتهديد وبالتالي التهديد اللي جايلي تهديد قد يكون مسافاته كبيرة في المياه الاقتصادية فالتسليح اللي جاي كله على اختلاف أنواعه وخاصة القوات الجوية يمكن القوات المسلحة من العمل على مسافات كبيرة جدا من حدود الدولة الرفال 3.900 كيلو مدى وبتمون في الجو فضاعف المدى وأيضا يمكن قوات المسلحة من العمل مش لمسافات طويلة لأزمنة طويلة جدا يقعدها في البحر شوف حضرتك القطعة البحرية المسترال بتقعد فترات طويلة جدا الفرقطات الغواصات بتقعد ساعات فيه قطعة بتقعد بالشهور وبالتالي ده تأمين عالي جدا وده منظومات التسليح بتتسم بالنقطتين دورت العمل على مسافات كبيرة والأزمنة طويلة والنقطة المهمة إن هذا التسليح دخل خطة العمليات في وقت قليل جدا التكنولوجيا العالية في التسليح بتأخر دخوله في خطة العمليات عشان محتاج تدريب عالي جدا ومعقد عليه كن إن التسليح ده يخش في الوقت ده ويشترك في مرات بالذخيرة الحية ده مش بس قدر 2021 إرجع فنم بالذكرة القدر 2020 نا برضو حسمة 2020 مكافحة الإرهاب باستخدام هذا السلاح وده كله أرجع تاني لرسلتين مهمين الردع للعدو والإتمانان للمصريين وللأصدقاء في مسألة يعني نقل تكنولوجيا تصنيع سيادة الوقت هي هدف أساسي قامت به مصر مؤخرا الريوع المصرية في هذا الإطار ما هي الحقيقة من ضمن نقطة القوة في التسليح اللي جي مصر إن كان فيه بعض قطع السلاح الهام موارفية تكنولوجيا عالة جدا اتصنعت في مصر بتصريح من الشركة الأم زي الفرقاطة الجويند مثلا ومش ممكن أبدا شركة بهذه السمعة أجنبية بيخافوا على سمعة السلاح ويخافوا إنه هدي تصديق لشركة تانية تصنع هذا السلاح لأنه حصل فيه مشكلة يحسب على طول على الشركة الأم فكون إن إحنا نشتري فرقاطة جويند ونصنع الباقي فأنا ده شهادة أيضا لمصر إن عندها القدرة العالية جدا على تصنيع قطع بهذا القدر العالي جدا من التكنولوجيا المعقدة بتكلم عن تكنولوجيا معقدة جدا ومتدخلة ومحتاجة ناس على العلم وناس قادرة تستعرى في أتولاية وعلى فكرة لما حصل التصنيع جاءت الشركة الأم وحضرة الاحتفالات في تدشين هذه القطع وأشهدوا جدا بالتصنيع المصري إضافة للمقاتل المصري فالتصنيع الحقيقة كان الحقيقة نقطة مهمة جدا والحمد لله نحن نجحنا فيها مصر بعد تلاتين ستة مش بس شغالة في مشروعات تخدم القطعات المدنية على اختلاف أنواعها والمشروعات المهمة اللي بتخش بتبقى إيجابية في حياة الناس لكن أيضا الاستراتيجية العسكرية كانت بتتنفذ باحتراف شديد وبتسبق المشروعات التنموية لازم تسبق المشروعات التنموية عشان تحميها هي دي النقطة المهمة في الشغالة العسكرية أنها كانت استباقية وتبقى العقيدة عقيدة قوات المسلحة المصرية يدون تبني ويدون تحمل السلاح نأتي سيادة الوائلة التعاون بين مختلف أفرع قوات المسلحة في تنفيذ المناورات ومنها المناورة التي شاهدناها اليوم المقادر عشرين وواحد وعشرين بتؤكد مدى قوة التدريب الذي يحظى به المقاتل المصري يعني دعني أتوقف هنا لحظة معك سيادة الواء وتحدثنا أكثر عن دقة التنفيذ من قبل المقاتل المصري طبعا هو المعركة هي معركة أسلحة مشتركة يشترك فيها أسلحة متعددة ومختلفة الأنواع لتحقيق هدف معين الاشتراك ده محتاج تدريب زي ما حدت فضلت ودي نقطة مهمة جدا ومن الواضح تماما أثناء المناورة أن فيه تدريب محترف داخل قوات المسلحة يبدأ من تدريب الفرد ويتدرج لغاية لما يوصل لكتايب والوية وتناغم ما بين الأسلحة وبعضها وده اللي شفناه شفنا قوات جوية بتشترك في تأمين وبينزل إبرار وإبرار بحري وإبرار على الأرض وإبرار بحري مختلف أنواع الإبرار عملت لك تحامل رأسي دي ما هو داخل فيها قوات جوية وقوات صعقة وقوات بحرية كنت دول بيشتركوا مع بعض في تزامن ودقة عالية جدا في التنفيذ خلي بالحرودك أن القوات دي لها مناطق تمركز بتتحمل منه لما بتشيل زخائر الزخائر دي لها تأمين ولها فك تأمين ولها حسابات ضرب على اختلاف أنواعها الماشد إحنا بنشوفه ده في زمن قليل جدا وراء عدد كبير جدا من التدريبات والأنشطة وعمل التأمين القتالي والإداري والفني غير طبيعي ولما نشوف هذا الشكل الحقيقة أنا بقول يعني وتذكر كلمة الرئيسة ذات الكلمة الخليدة أن هذا الشعب له درع وسيف نعم سيادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك ونتابع الآن مشاهدين معكم الفيلم التسجيلية عن قاعدة ثلاثة يوليو البحرية والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم يتحدث الحاضر عن نفسه فتروي مسيرة الأحداث صفحات من بطلات وإنجازات القوات المسلحة المصرية هكذا فرضت التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية أن تحظى مصر بنقلة نوعية في منظوماتها التسليحية وقدراتها القتالية على كافة المحاور الاستراتيجية للحفاظ على أمن مصر القومي والوطن العربي وبلغت تطوير مداء في أعقاب الثورة الثلاثين من يومي 2013 هكذا تنوعت القدرات القتالية لقواتنا البحرية لتشمل العديد من المحطات الفارقة ومنها امتلاك مصر لحاملتي المروحيات من طراز مستران جمال عبد الناصر وأنور السادات الفرقاطة متعددة المهام تحيا مصر من طراز فرين الغواصات ألمانية الصنع من طراز 209 على 1400 الفرقاطات متعددة المهام من طراز جو ويند فخر التصنيع الحربي المشترك ما بين مصر وفرنسا بترسانة الإسكندرية هذا بالإضافة إلى لنشات الألمانية الصنع من طراز عمر بن الخطاب والرب المدرع من طراز رفان ويبقى عاما 2020 2021 حدا فاصلا في المصار الصاعد لقواتنا البحرية والتي شهدت تدشين واستقبال المزيد من القطع البحرية ومنها الغواصة S-43 والغواصة S-44 الفرقاطات متعددة المهام من طراز فرين الجلالة وبرنيس ولم تتوانى القوات البحرية عن بذل أقصى جهرات الأمة بتأمين المجال البحري المصري وبلغت القدرات مداها بإنشاء المزيد من القواعد البحرية ومنها قاعدة برنيس البحرية هكذا توالى بناء قواعد مجدنا العسكرية وآن الأوان لكي تكتمل بإضافة قاعدة جديدة قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جارجون إحدى أهم نقاط الارتكاز لإنجاز المهام القتالية للأسطول الشمالي المصري لمجابهة التحديات الأمنية وحماية ثروات مصر الطبيعية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط نطاق هائل يمتد على مساحة تفوق العشرة ملايين متر مربع موقع جغرافي فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ونقطة انطلاق هي الأكثر قربا لدرء أي مخاطر محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط قاعدة عسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية وهكذا تنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل 74 منشآت وتضم العديد من الوحدات القتالية ومركزا للعمليات وآخر للتدريبات المشتركة هذا بالإضافة إلى مهبط للطائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وسبعة ميادين للتدريب فضلا عن رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترا وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2100 متر وعمق 17 مترا كما تضم القاعدة بورغ لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا وحاجزين للأمواك بطول 3650 مترا وثلاثة عمارات سكنية وميس للضباط وخمسة مباني للإعاشة وفندق بمسطح 6300 متر مربع يحوي 117 غرفة وجناحة قاعة مؤتمرات تتسع ل700 زائر منشآت رياضية تضم حمام سباحة أولمبي مدرّق لنحو مئتي فر صالة تيسكواش صالة رياضية مغطاة وأخرى للجيم ومسرح مكشوف يسع 600 فرد ومبنى خدمات وميس مجمع يتسع لأكثر من ألف فرد تتنوع منشآت القاعدة لتضم نقطة طبية كما احتوى القاعدة على أسوار مزاودة بكاميرات مراقبة تلفزيونية بالإضافة إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة مطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية وثرواتها بالبحر الأبيض المتوسط واليوم يتوج العطاء برفع العلم المصري شامخا على 47 قطعة بحرية إذانا بدخولها الخدمة في قواتنا البحرية دفاع هو الأمثل عن أمن مصر برّا وبحرّا وَجَوَلْهِ وَجَوَلْهِ الدولة وَتَعزيز القدرات المصرية في كافة المجالات وَالْقِطَاعِ وَذَلِكَ ضِمْنَ استراتيجية مصر 20-30 تطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية كان جزءا مهما من استراتيجية مصر 20-30 لأن قوة الجيوش وقدراتها الدفاعية والهجومية تعتبر حائط الصد الأول والحصن المنيع ضد أي تهديدات اتجهت القوات المسلحة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو إعادة تجميع بعض التمركزات العسكرية في شكل قواعد عسكرية متكاملة تتوافر فيها جميع الخدمات الإدارية والمعنوية للفرد المقاتل وربما هذا هو ما شاهدناه اليوم في افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب غرب مدينة مطروح حرصت القوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها ويقينا منها بأهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية لتأمين جميع موانئ جمهورية مصر العربية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة يعني اليوم هو تخليد للقرارات الهمة والمصرية والتي اتخذت في مصر ترجمة لمطالب ثورة الثلاثين من يونيو قبل ثماني سنوات وتأتي تسمية هذه القاعدة الاسكرية المهمة أحدث القواعد البحرية المصرية المطلة على البحر المتوسط بهذا الاسم الذي سيظل محفورا في تاريخ المصريين اليوم وقبل ثمان سنوات وللمزيد مشاهدين انضموا لينا هاتفيا الأستاذ محمود باسيوني الكاتب الصحفي أستاذ محمود بعد التحية يعني افتتاح قاعدة ثلاثة يوليو البحرية يحمل رسائل عدة كيف تقرأ هذه الرسائل بالتأكيد احنا امام عدة رسائل يمكن اهمها ان مصر الان تمتلك القدرة العسكرية الكافية لردع اي تهديد يمكن ان يمثل ثرواتها في المتوسط او اي مكان من محددات انها القوم الامر التاني انها تمتلك قوة ايرانية ضخمة جدا تصيب اهدفها بشكل يعني مباشر وانها لا تفتل هذا الهدف وده ربما الذي ظهر في المناورة قادر 2021 التي تمت بعد استطاع قاعدة ثلاثة يوليو كل هذه المؤشرات بترسل رسائل لكثير من الاطراف التي ربما تفكر في معادات الدولة المصرية انه الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها ولا حماية مقدرتها وانها لن تسكت على اي تهديد لامنها القومي وانها تمتلك القدرة على الاسكرية الكافية التي من خلالها ربما تستطيع ان تحمي كل مقدرتها وامنها القومي نعم صاد محمود يعني تاريخ الثالث من يوليو يعني هو تاريخ محفور واطلاق نفس هذا الاسم على قاعدة اليوم كيف ترى دلالته في اطار الجمهورية الجديدة؟ بالتأكيد ان احنا امام دلالات قوية جدا من استخدام 3 يوليو وهو ذكرى عزيزة على قلوب المصريين وهو ذكرى قرارات التي كانت نقطة تحول كبيرة في تاريخ مصر من دولة تصارع على الهبوط وتصارع على البقاء الى دولة قوية قادرة تمتلك كثيرا من القدرات دولة لديها استراتيجية واضحة جدا في المنطقة دولة رائدة في كثير من مجالات دولة الآن زي ما حدث تفضتوا اشارت انها في بداية الجمهورية الجديدة او تستعد الاطلاق الجديدة مع افتاحاتها للعاصمة الإدارية الجديدة وعادة افتاحات موجودة في مصر في الفترة طبعا نحن نتحدث عن دولتان مختلفتان نقطة التحول من مدينهم كانت 3 يوليو و3 يوليو انا ستظهر انها كمان كانت مشموط التحول بس متعلقة بالدولة المصرية كانت ايضا بالمنطقة كلها لان شكل المنطقة كلها تغير بعد 3 يوليو 2013 وهذه الفرارات التي وضعت مصر على المصر الصحيح وبدأت تداشل مرحلة من الديمقراطية ومرحلة من بناء الدولة المصرية ومرحلة من التنمية المستدام ومرحلة من بناء الإنسان المصري نرى الآن اثارها في ما تمتلك دولة مصرية الآن من قدرات واسعة في كل المجالات تستطيع ان تتحدث عن كثيرا من المجالات التي تحققها في مصر فيها القفزات المواسعة على المصاري الاقتصادي وعلى المصاري السياسي وحتى على المصاري الاجتماع والثقافي هناك تجارات كبيرة وكبرى يعني تشهدها مصر الآن بعد 3 يوليو 2013 نعم يد تبني ويد تحمل السلاح هذا هو شعار الذي رفعته القوات المسلحة اليوم أستاذ محمود من خلال قواعد عسكرية في مختلف مناطق الجمهورية كيف ترى نتيجة تطوير القوات المسلحة في بناء مصر على مختلف الأصادي بالتأكيد هناك تفاهم من القادة المصرية بما لها من خلفيها عسكرية واضحة أنه هناك أخطار كثيرة وجمع تواجه الدولة المصرية وهذه الأخطار تحتاج لقوة عسكرية قادرة قوة عسكرية متطورة تتعامل مع المستحدثات الجديدة في عالم التسليح نحن نرى الآن أحدث الأسلحة في العالم نرى أسلحة متنوعة دفاعية وهجومية وأسلحة ربما وأيضا هناك تطلع إلى أن يكون هناك سلاح صنعة في مصر كثيرة من الأسلحة الآن الموجودة في الجيش المصري صنعة في مصر وهو إشارات أنه مصر دخلت في مجال صناعة السلاح وده تغير استراتيجي كبير في المنطقة أن مصر تمتلك هذه القدرات هذه القدرات تحمي مقدرات مصر نحن نتحدث عن دولة كبرى لديها الآن ثروات موجودة في المتوسط ولديها كثيرة من التحركات في كثير من المحاول الاستراتيجية كل هذه التحركات وكل هذه المشروعات الكبرى والثروات الموجودة في كل منطقة في مصر تحتاج إلى قوة تحميها وقوة تحمي المستقبل أيضا لأنه ما نرى نهاردة في جرجوء ممتد أيضا إلى منطقة أخرى في مصر سيكون هناك خط للسك الحديد وهناك ميناء بحري تجاري كبير جدا سيكون ربما من الأكبر في جنوب المتوسط هناك نقل للتعرباء هناك نقل للغاية الطبيعي كل هذه الأشياء تحتاج إلى قوة تحميها تستطر مع تعديل التهديدات الموجودة في هذه المنطقة مع التغيرات الاستراتيجية والتغيرات الجيوستراتيجية التي نشهدها في هذه المنطقة مصر تؤمن نفسها وتؤمن مستقبلها بهذا الفطور الاستراتيجي والمهم العسكالي نعم يعني تؤمن المنطقة أيضا بجانب تأمين الداخل المصري طيب أساد محمود كيف ترى التوسع الذي تقوم به مصر في تحديث القوات المسلحة على مختلف الفروع بالتأكيد مصر اعتمد على تنوع مصادر التسليح وده تغير أيضا مهم جدا أنه هناك تنوع في مصادر التسليح لا يتم الاعتماد على مدرسة واحدة في التسليح وفي التسليح الاستراتيجي المصري هناك أكثر من مدرسة هناك أكثر من سلاح متنوع من كل دول العالم مصر تختار ما يناسبها وما يمكن أن يعني إذا ما تم منع مصدر من مصادر السلاح لديها مصادر أخرى مع خطاتها الاكتفاءة الذاتي ومع نقل التكنولوجيا العسكرية من خلال صفقة التسليح الأخيرة ده بيدينا مؤشر لأي مدى مصر تفكر في أنه يجد أن تكون يعني العسكرية المصرية متنوعة التسليح يعني لا تعتمد على مصدر واحد حتى لا يتم الضغط عليها في المستقبل بأي شكل من أشكال الضغوط السياسية المترتبة على بيئة الأسلحة أيضا استخدام الأسلحة الحديثة وتدريب الأفراد ده بيدي بعض أثر أنه الفرد المصري المقاتل الآن يتدرب على أحدث الترز وأحدث الأسلحة ويمثلك القدرات التي تؤهله أنه يعني يباشر معالك الأسلحة المشتركة بشكل يعني مميز جدا كما رأينا اليوم في مناورة قادر يعني 2021 هذا التنوع الكبير في استلاح وهذه القدرات الموجودة عند المقاتل المصري الذي يقاتل في معركة أسلحة مشتركة بهذا التميز وبهذه الضغطة في إطابات المباشرة للأهداف المعادية ده مشهد مصر الجديدة مصر التي تمتلك الفدرات العسكرية وتمتلك الفدر العسكرية على فرض سيادتها وعلى حماية أنها القومي وعلى مقاومة أي اعتداء يمكن أن يمثل أنها القومي نعم سيد محمود بصفتك الصحافية يعني كيف في مثل هذا الحدث المهم كيف يمكن للصحافة أن تتناول هذا الأمر بالتأكيد احنا كنا نعمل النهاردة رسائل عدة ربما أهمها هذا الوجود المميز لضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات والرئيس رئيس مجلس رئيس الليبي الليبي محمد المنفي أتصور أن هذا المشهد بيدي دلالات وأن مصر كمان يعني مش بس التتفلح لنفسها ولكن كمان لحماية أشقائها ولدعم أشقائها في لحظات الصعبة التي طبما قد يمرون بها هناك تهديدات كثيرة للدول العربية وهناك يعني مطامع فيها فمصر بقواتها العسكرية لا تحمي نفسها بس ولكن أيضا تحمي الدول العربية من أي تهديدات قد تطلها الوجود المصري مهم لهذه الدول أن مصر هي رمانة الميزان في المنطقة وده مشهد ربما رأينا اليوم لأنه زي ما الرئيس سيد الرئيس عفو تنسي تحدث من قبل عنه الجيش المصري قوة رشيدة وقوة دعائمة لأشقائها ما قمنا برسمه في ليبيا من خطوط حمراء حامل الإنسان الليبي من أي اعتداءات ووضعت حدا لوجود المنتزقة في ليبيا أيضا أي تهديدات على الخليج الرئيس تحدث عنه خط أحمر بالنسبة لأمن القوم المصري وهذا انتداد لنطقات الأمن القوم المصري حتى يكون أمنا قوميا عربيا ممتدا ويعطي رسائل لأي قوة معادية للأمن القوم العالي شكل كامل أن مصر موجودة وتمتلك من القدرات ما يمكن أن تصد أي هجمات أو أي عدوان يحدث على الدول العربية نعم صد محمود يعني ما رأيناه اليوم من رسائل طمأنة سواء للداخل المصري أو للأشقاء يعني هل هو وليد اللحظة أم نتاج رؤية مستقبلية تبانها سيد الرئيس منذ تولير الحكم الرئيس السيسي ربما منذ اليوم الأول وأتحدث عن تقصف وفع للأمن القومي المصري والعربي وأتحدث عن خطوطا حمراء لأي اعتداء يمكن أن يحدث وأتحدث عن قوة الجيش المصري وإلى أي مدى هو يستطيع بقدراته أن يحمي نفسه ويحمي الأشقاء العرب بالتأكيد هذه الاستراتيجية هي التي دفعت مصر إلى امتلاك أسلحة ربما تدخل لأول مرة في الجيش المصري حملات الطائرات تطوير القوات الجوية القوات البحرية بما تملكه الآن من قدرات ربما هي الأكبر في المنطقة كلها ولها تصنيف حتى على مستوى العالم هذا المتلاك القدرات العسكرية بيبقى طمأنينة شديدة للمواطن العرب بشكل كامل أن مصر تستطيع في أي لحظة أن تساند وتدعم الدول العربية وتدعم أشفاءها في كل مكان وربما مشهد اللي كان موجود في غزة منذ أسابيع قليلة دليلا على أن مصر لن تتخلى عن العرب وكيف هي تمد يد العون بالإعمار لقطاع غزة كما رأينا قبل أسبوعين وناء يعني موجودة حتى تكون قوة دافعة ودعمة للسلام وحامية للسلام في هذه المنطقة ده مشهد كانت مصر ترسل منذ أوليوم أن القوات المصرية المصرية تعمل من أجل السلام في المنطقة وتعمل من أجل استباب الأمن والاستباب الأمن والسلام يحتاج إلى قوة يعني ترضع أي عدوان يمكن أن يحدث على هذا السلام نعم يعني ماذا تضيفه هذه القواعد وهذا هو سؤال الأخير أستاذ محمود من تعزيزي امتلاك منظومات متكاملة في مجال التسليح بالتأكيد هذه القواعد بتعطي بعضا استراتيجيا للتواجد المصري في السواحل المصرية سواء الشمالية أو الشرطية أو الجنوبية امتداد القواعد بتنوعاتها قواعد بحرية وبرية وغيرها بيدي قوة مضافة للجيش المصري وبيعطي انطباعا أن نصر تتحرك بشكل مختلف استراتيجيا بهذه القواعد أن هذه القواعد تسمح باشتباك المباشر وتمتلك أسلحة كثيرة وتعمل في إطار الأسلحة المشتركة في المعارك ذات النطقات المتعددة قوة تسليحية كبيرة هذا التواجد الاستراتيجي في البحر المتوسط أتصور أن نقطة التحول أيضا عسكرية في البحر المتوسط بوجود هذه القواعدة بهذه الإمكانيات الضخمة والكبيرة هي ستكون داعمة للنطقات الأمن القومي العربي في هذه المنطقة وأيضا حامية ورعية لكروات مصرية الموجودة سواء من الغاز أو من الطاقة وأيضا للتجارة ومنع الهجرة غير الشرائية وهذا يعني جزء مهم من دور مصر في أمن جنوب المتوسط نعم الأستاذ الكاتب الصحفي محمود بسيوني كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك ونعود معكم مشاهدين لتسليط الضوء أكثر على قاعدة 3 يوليو والتي افتتعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وضيوفه الكرام شهدنا اليوم في هذه القاعدة وهي أحدث القواعد البحرية المصرية المطلة على البحر المتوسط كما ذكرنا من قبل لتأمين الأراضي المصرية في وجه التحديات وحماية مصالح البلاد الاقتصادية وتأمين أيضا خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري وذلك باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي تعد القاعدة نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تقع قاعدة 3 يوليو على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع بما يعادل 2650 فدان وتشمل 74 منشأة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة الاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات وآخر للتدريبات المشتركة وذلك فضلا عن رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترا إضافة أيضا إلى عدد من الأرصفة التجارية بطول 222 متر وعمق 17 مترا وبرج لمراقبة الميناء وعلى مداخل القاعدة بوابات بموانع قوية لحمايتها وأصوار مزودة بكاميرات مراقبة تلفزيونية ولأن مشاهدين ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أستاذ جميل بعد التحية يعني قاعدة جديدة تنضم إلى القوات المسلحة ومنورة كبيرة جدا ما هو مضمون الرسائل التي أتت بها فاعليات اليوم؟ مساء الخير على حضرتك طبعا النهاردة نحن بنشهد أضخم قاعدة عسكرية بحرية مصرية تقام في منطقة مهمة جدا ومنطقة متميزة جدا في ساحل الشمال الغربي هذه القاعدة طبعا هي نقطة زي ما عرفنا من الصبح هي نقطة انطلاق سريعة جدا للوصول لأبعد نقطة بتحقيق الأمن القوم المصري وحماية المصالح الحيوية الموجودة في البحر المتوسط وأيضا الدعم اللوجستي للسفن والقوات المتواجدة في المتوسط إحنا لو شكنا أن البحر المتوسط في الوقت الحال فيه العديد من التهديدات اللي بتواجه الدولة المصرية فيه عمليات محاولة السيطرة على غزة المتوسط محاولة نقل عناصر إرهابية عابرة للحدود للوصول إلى دول بعينها كل ده كان موضوع في الاستراتيجية العسكرية الجديدة اللي وضعها السيد الرئيس عبدالك التحفيسي منذ أن تولى مسؤولية البلاد وبناء عليه تم وضع خطة عسكرية هذه الخطة لإعادة بناء قوات المسلحة مرة أخرى إعادة تسليح قوات المسلحة مرة أخرى بما يتناسب مع كل تلك التهديدات الاتجاه إلى القواعد العسكرية الكبيرة لتنفيذ مهام عسكرية داخل الحدود المصرية أو خارج الحدود المصرية والوصول لأبعد نقطة لتهديد الأمن القوم المصر لهذا السبب احنا شفنا انتباك مصر اللي حاملت مروحياتي أول مرة جمال عبد المصر وأنور السباك انتباكنا أيضا لأحدث الفرقاطات وأحدث المدمرات وأحدث الأنشاط التواريخ كل ده الهدف منه الوصول إلى نقطة وتأمين البحر المتوسط وتأمين المياه الإقليمية المصرية وأيضا على الجانب الآخر تأمين حركة قناة السوريس وتأمين البحر الأحمر نشوفنا كم تهديدات كبيرة قبل كده بمحاولة بعض العناصر الإرهابية السيطرة والتنظيمات الإرهابية السيطرة على منطقة داب المندب أو الوصول إلى منطقة القزن الأفريقي كل ده بيهدد الملاحة بشكل كبير جدا في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس ولهذا السبب تم تحديث قوات المسلحة في عندنا أيضا الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي الأسطول الشمالي يهتم بمنطقة المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وصولا إلى باب المندب وأبعد من باب المندب في حالة أي تهديد أو محاولة عناصر إرهابية أو تهديد للملاحة داخل منطقة البحر الأحمر لهذا السبب الاستراتيجية الجديدة هي وضعت القواعد البحرية للسيطرة على أكثر من 2400 كم سواحل في البحرين المتوسط والأحمر عشان نسيطر عليها لازم نمتلك أحدث الأسلحة لازم نمتلك أحدث اضطرازات وأيضا نمتلك القوة والقدرة والردع على أي محاولة لتهديد الأمن القول المصري لو شفنا أيضا النهاردة التدريبات العسكرية المنورة القادرة 2021 أثبتت التناسق والتناغم بين القوات المسلحة المصرية وبين الأفرع المختلفة وبين الأسلحة المشتركة ومش الأسلحة المشتركة وبس الأسلحة من مدارس مختلفة يعني هنجد الطائرات الكا 52 الكموف 52 والهليكوبتر هي روسيا بتتعامل مع حامل الطائرات فرنساوي هنجد المدمرات الفرنساوي والمدمرات الإيطالي والغواصات الألماني والطائرات الـ F-16 الأمريكي والطائرات الرفان كل دي منظومة واحدة ما كانتش موجودة في منظومة العسكرية المصرية احنا وشوفنا قبل 2013 حضرتك في البحرية يعني كمثال نموذج في القوات البحرية سنجد أنه كان آخر تحديث للقوات البحرية يعني التطاعة البحرية اللي كانت موجودة كانت لاتصل إلى الثمانيناتر الطرن الماضي يعني كانت متقدمة جدا ما كانش بيه أي تحديث لها ما كانش بيه كمان كنا معتبدين على مدرسة واحدة اللي هي المدرسة الأمريكية لكن من بعد 2014 لغاية بالوقت احنا شايفين التحديث وصل ابتداء من 2017 يعني نمتلك أحدث تكنولوجيا للسلاح على مستوى العالم من أكبر دول العالم تمتلك تكنولوجيا للسلاح نمتلكها من الولايات المتحدة الأمريكية نمتلك من جوسيا نمتلك من فرانسا نمتلك من ألمانيا نمتلك من إيطاليا نعم كل دي أسلحة وصلت الدولة المصرية مع التدريب العالي جدا في للضباط والصف والجنود إن هم قادرين إن هم يتعاملوا مع هذه المنظومة الجديدة مع التكنولوجيا الحديثة الجديدة جدا إحنا كن التكنولوجيا بتاعتنا كان التكنولوجيا قديمة جدا ده التكنولوجيا دلوقتي إحنا بنتعامل مع تكنولوجيا حديثة جدا إحنا قدرت مصر إن هي تصنع وده كان أهم جزء في الاستراتيجية العالي المصرية اللي هي نقل التكنولوجيا ووصلها إلى الدولة المصرية وإحنا إزاي نقدر من قطع بحرية على أعلى مستوى من الكفاءة اللي هي الشبحية تكون إن أنت تنقل التكنولوجيا وتقدر تصنعها في التسكنة البحرية المصرية على إيد مهندسين ومهندسات مصريين قدروا إن هم يصنعوا هذه السفينة اللي تم رفع العالم عليها النهاردة كون الصناعة مصرية 100% بالتعاون طبعا مع الجانب الفرنسي بل إن الجانب الفرنسي كان عنده زهول من سرعة الاستيعاب المهندسين المصريين للمنظومة والتسليح وأيضا هي سفينة شبحية سعيدة أقول لأحضرتك إنما طلقها فيك إضادار فدي نقل التكنولوجيا عالية جدا هنا في مصر فطبعا اللي بيحصل من تسليح وتدريب في الوقت الحالي هو رضع واضح جدا من الدولة المصرية من الدولة المصرية طول ما هي قوية طول ما هي قادرة طول ما هي تمترك سلاح راضع ما فيش أي قوة في العالم كله أنا بقول لأحضرتك قوة في العالم قادرة على إنها تهدد الأمن القوم المصري ولو شفنا أيضا القوة الرضع المصرية هي ظهرت أكتر من مرة ظهرت في ليبيا لما سيادة الرئيس حطت خط أحمر بين سيرت والكفرة نعم وفعلا القوات أو التنظيمات أو الميليشيات أو ما قدروش إنهم يتخطوا هذا الخط لإن مصر كانت تمتلك القوة الراضعة ولما يتقال إن قوات المصرية تتحرص وتنقذ المهمة هتنقذ المهمة على أكمل وك إذن العالم كله أصبح الآن يعلم جيدا أن مصر هي قوة الفاعلة القوية القادرة في منطقة الشرق الأوسط مصر الحامل من الأمن القومي ليش المصري بس ولكن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وهو ده المشهد نعم تسمح لي ضيفي الكريم عند هذه الجزئية تحديدا دعني أتحدث عن الحضور العربي المتميز من الإمارات وليبيا اليوم في هذه الفاعلية يعني ما هي الرسالة التي أرسلتها هذه الصورة اليوم هو طبعا دي رسالة مهمة جدا ورسالة زي ما قلت لحضرتك إن مصر تحمي الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي إن مصر هي داعنا لدول الدول العربية كلها إن مصر تمتلك في أي لحظة الدول العربية زي ما قال سيادة الرئيس قبل كده إن في حالة طلب الدول أي دولة عربية الدعم المصري هي نفس السكة هو ده اللي شفناه واضح جدا شفناه في ليبيا شفناه في سعودية شفناه في دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي ضد دعوة الشرعية في اليمن ووقوف القوات البحرية المصرية في باب المندب لتأمين باب المندب وعدم سيطرة الحسيين على باب المندب كل ده إحنا شفناه فالتواجد العربي الواضح في الوقت الحالي ودي مش أول مرة حضرتك إن هم متواجدين أو يتواجد زعناء عرب زي الشيخ محمد بن زايد كان موجود برضه في افتتاح قاعدة برنيس وكان في وفود من المملكة العربية السعودية وأيضا يوم الوجود الليدي دليل واضح على كل الدول العربية تعلم جيدا قدرة الدولة المصرية وتعلم جيدا أن قوة الدولة المصرية وقدرة الدولة المصرية عشكرين هي قوة للدول العربية لكل دولة على حد وأيضا للدول العربية مجتمعة وهو ده زي ما قلت لحضرتك إن اللي رسخه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تسجلمه الرئاسة منذ اليوم الأول وأن مصر ستقف بجانب الدول العربية شفناها كده زي ما قلت حركة ليبيا شفناها أيضا في لبنان المساعدات والدعم والجسر الجو والبحري للبنان شفناها في غزة مؤخرا ما حدث في غزة ووقوف مصر بجانب القدارس الاختنية صدر ضمن نعم يعني حسبما ذكرت أستاذ جمال هي استراتيجية وضعها السيد الرئيس عبد الفتح السيسي منذ توليه أن الأمن العربي من أمن مصر الأستاذ جمال عفيفي مدير تحرير الأهرام شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة وهكذا أضاف رئيس السيسي اليوم قاعدة عسكرية جديدة تنضم للقوات المسلحة وهي قاعدة ثلاثة يوليو البحرية كما شهد المناورة قادر عشرين واحد وعشرين نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة ونترككم مع جزء من المناورة قادر عشرين واحد وعشرين نشكركم مشاهدين على حسن المناورة قادر عشرين واحد وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم في إضافة تنفيذ المناورة قادر عشرين واحد وعشرين تنفيذ القوات المسلحة عدد من الأنشية القتالية في إجمالي تسعة وتلاثين نشاط القوات البحرية عدلتناشة نشاط باشتراك خمس وعشرين واحدة منهم سمعة وربعين واحدة مضمى حديثة في إجمالي هدلت وشمائية وخمسة مقاطر قوات جوية عشر نشاط باشتراك مية سمعة وثلاثين بقائرة عن فلاثات مختلفة في إجمالي تسعة عشر تشكيل الدومي قوات الدفاع الجومي تمانية نشاط باشتراك تمانية واحدة فرعية في إجمالي ألف ومائة مقاطر باشتراك تمانية واحدة فرعية بإجمالي تلتمية واحدة مقاطر باشتراك ستة واحدة فرعية في إدماني ستمية ثابة وردين وقف أيها نظر شكراً جزيلاً قامت دماغة الإرهابية بالاستيلاء على ميناء زي أهمية خاصة قرأت القيادة العامة للقيادة المسلحة قيام الأفراء الغازية للقيادة الخاصة بتنفيذ عملاتها تنفيذ أعمال الاستطلاع الجاي لملاكز القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات ورد بلاء المكتشاف سفينة مشتبه بها غير منصعب تقوم بترضين الدعم للجماعات الإرهابية صدرة الأوامة لابتحام السفينة بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام راسي وعفقي على السفينة المتواجدة في اتجاه الساعة العشرة وفي اتجاه الساعة السنة عشر يتقدم تشكيل مكين من اللنشاة الكتارية يحمل بعناصر القوات الخاصة لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على واحدة بحرية معادية بالأسلحة المختلفة وفي اتجاه الساعة الحادية عشر يظهر تشكيل جوي مكوى من هالي 24 وهي كوماندو محمل بعناصر من القيادة الخاصة البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفينة المشتبه بها وفي اتجاه الساعة الحادية عشر تختارب الهل 124 والهل كوماندو لكان فيه الاسقاط الراسي لقوة الافتحام من علاصر القوات الخاصة البحرية وفي اتجاه الساعة العشرة نشاهد وصول الانشاة الى المدى المؤسل للتسليف والاستعداد من اشتراكنا على الاهداف المعادية بالأسلحة المختلفة اشتراكنا على الاهداف المشتبه بالأسلحة المشتبه بها والاستعداد من اشتراكنا على الاهداف المعادية بالأسلحة المشتبه والاستعداد من اشتراكنا على الاهداف المعادية والاستعداد من اشتراكنا على الاهداف المعادية جميع اشتراكنا على الاهداف هدف مشتبه تم اسقاط ثلاثة مجموعة مجموعة بخلية 24 قاطر اختارت تقلم توسط جاسب بمهمة تختيف وتأمين مناطق الابرار الجوي والقوة الرئيسية لا يفر على شاشات العرض بس المناشر لعملية الاسقاط الجوي ورد دياغ من قائد مجموعة الكتار وخمربعة بتجميع الهدف المعادي وتستمر الطائرات متعدد المهام رفال لاحتياط النجلة الجوي بتأمين اعمال قتال القوات العاملة بالسحل ضد العدائيات المختلفة وفي اتجاه الساعة الراحبة نشاهد تقدم عناصر القوات الخاصة البحرية للمحملة على العائنات مارك 5 بتجميع تنفيذ الاغارة على اهداف ساحلية من عجلة لتجميع التجميع التجميع القوات العشر يظهر تشكيل قتالي من المنشاة القتالية للمنازع بين مشاعر للمحملة بعناس من القوات الخاصة البحرية بمهمة احتلال وتعمير رأس الشاطئ وفي اتصالد قوة الرغبة المتحدة من البحرية الى الساحل تتقدم الجماعات في وسابات وتحتسط التغطية الميرانية المتابدة بين الجماعات للوصول الى المواقع النهائية لاختحان وتدمير الاهداف المعادية وفي اتجاه الساحل الساحلية تم تدمير الاهداف المعادية على الساحل وتكون التغطيات الهن المسلحة بالتران على انتفاعات منخفضة والاجتماعات مع الانتفاعات المعادية لتوفير الحماية الاغذيات ضد العدائيات المختلفة بمنطقة العمليات وفي اتجاه الساعة السامية عشر نشاهد رسائط الميدة المونة والإبرار البحري تكون بالتخدم في اتجاه الفقر لتحقيق المنورة وسرعة الدخول وتكون اللنشاة اكترالية تعمير الوسائل أصباع الاختراب للساحل وفي اتجاه الساعة العاشرة تكون غيصة بإنزال جماعات بفادع البشرية الهنينية من هذا الوحيط على الفاعة من حين التلغين يحدث البحرية من المنوات ونشاهد على ساشاة العرب أمام سيادتكم بس المناشر لعملية إيجال البفادع البشرية دول ملواصة وفي اتجاه الساعة الواحدة والأعلى يشاهد في المنشاة الكتالية إلى نفسة الإبرار وتتفيد القوات تشكيل المعلقة للتعامل مع الأهداف المعادية وفي اتجاه الساعة الواحدة والاعلة يظهر عناصر القفز الحر لقوات المظلات مذبوعة التخطيط والإشارة بمهنة تخطيط وتأمين مناطق الإبرار للقوات الخاصة وإشارة وتأجيل التائرات لمناطق العمل وكما تنفذ مذبوعة التخطيط والإشارة المناخة الجوية باستخدام المظلات الموجهة لأعمال الإخفاء والتأمين خلال مرحلة الهجور وفي اتجاه الساعة العشرة تمام سرود البياسة عقد الانتهاء من تنفيذ مهمتها وفي اتجاه الساحل تمام اتخاذ الأوضاع النهائية لمجموعة التأمين والاختحان من عناصر القوات الخاصة وتكون مجموعة الدفاع الجوي باستطلاع الأهباف الجوية المعادية على جميع الاختفاعات ومن أمام نقطة المشاهدة يتم إخلاع اتنين هل أباتشي واثنين هل كامور من حاملة المراحيات أنور السادات لتنفيذ مهمة الدعم النيراني للقوات العاملة على الساحل وتلفز مجموعة التخطيط والإشارة مهامة في سلية تامة مع الاستطار عن ملاحظة العدل بمهمة إبارة عملية الإدران الجوي وفي اتجاه الساحل الساحل بدأت عناصر القفز الحر الوصول إلى مناطق عملها المتقدمة والمميزة بالدخان البنفسجي وفي اتجاه الساحل تم اقتحان الأهداف المعادية والسيطات عليها من عناصر القوات الخاصة البحرية أتمت عناصر القفز الحر من المتقدمة لتأمين منطقة الإدرار للقوة الرئيسية وإمان من إمان نقطة المشاهدة لسائك المرضة الأولى للإدران البحري في تشكيل خط واحد بالعرب تم تقابل السيوخ مع العدف وتم التدمير على متابة 15 كيلو إصابة وغشرة امتعه اجتشاب حدف على متابة 25 كيلو وبإتجاه طبعيل ثم تختيص العدف لكديم الزواريخ البط ثم تحضر محاول جدا من ما لم أشهدally تحضر 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 Read تحضر 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 أ máximo تحضر 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 أطل比 أمشاع تحضر همشة اتجاه طلع تقسيط الهدف لكتيبة الزوريخ الطلقين بالموقع رقم أربعة موقع رقم أربعة ثلاثة طلع مركب القيادة التعامل مع العناصر المستدة من إيران المتبعية العرضية انتجاه الساعة الثانية بعد عشر وعلى مسابة أربعة كيلومتر تحتل سريعة المتبعية الصاريخية بيها تقسيط الهدف لتحقق النتيجة المطلوبة وفي اتجاه الساعة الواحدة تتقدم تشكيلات من طرف متعدد المهام تراز اف ستاشر تقسيط الهدف لتحقق النتيجة المتبعية وفي اتجاه نيراج 2000 تقسيط الهدف لطائرة نقل سي وان سرتي وتقسيط الهدف لطائرة نقل سي وان سي سرتي واليوم وبعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية ومشاهدة المناورة قادر 2021 نؤكد لشعبنا ان لديكم جيشا به رجال حرموا على انفسهم الحياة اذا تعرض هذا الوطن لاي مكروه وسوء وهم على اتم الاستعداد ان يفنوا جميعا وتبقى مصر وستبقى مصر لانها محروسة ومحمية بعناية الله لننشد جميعا مصر عادت شمسك الذهب ودائما وابدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة